موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزائي مشاهدي قناة ندلالي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس أخي كرة القدم دي لعبة بتغير مزاج الشعب المصري بتغير كل حاجة في حياتنا مهما كنا بنقول ومهما كنا بنعيد ومهما كنا بنخلي عن منتخبنا الوطني قبل ساعتين ثلاثة من دلوقتي قبل الساعة ستة الحقيقة جات الساعة ستة كل مصر قاعدة بتتفرج على منتخب مصر وكل مصر لما محمد صراح جاب الجن الأخير أو راكلة الجزاء الأخيرة كل مصر فرحانة وكل مصر مبسوطة باختلاف ميولها باختلاف مين بيشجع أهلي ومين بيشجع زمالك ومين بيشجع إسماعيلي ومين بيشجع لا 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 الوضع مختلف تخيلوا حضراتكم إن أنا يعني الواحد بسو بيحب الشحلف علىه لكن ناس كتيرة جدا بتكلمني من بعد المباراة الغاية من شوية قبل ما خش هوا الناس كلها مبسوطة والناس كلها فرحانة قد إيه منتخب مصر أو قد إيه منتخب مصر وكرة القدم المصرية بتغير مزاج الشعب المصري شوفوا صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وعلى تيك توك على كل حاجة الحقيقة الناس مبسوطة الناس فرحانة الناس سعيدة جدا بأداء منتخبنا الوطن الناس نسيت إيه اللي حصل خلال الإسبوعين اللي فاتوا واللي عملوا كيروش واللي عملوا فلان واللي عملوا لا 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 الناس مركزة أو مبسوطة بس وهو ده أهم حاجة ألف مبروك ألف مبروك لكل لاعبي منتخبنا الوطني ألف مبروك لجهاز فني محترم ألف مبروك لكل الشعب المصري على الصعود إلى دور التمانية ليه مبسوطين وليه فرحانين لأن هذه المباراة تعتبر الاختبار من وجهة نظري الاختبار القوي الأول لكارلوس كيروش مباراة ليبيا قوية وكل حاجة ولكن دي بتعتبر الاختبار الأول بعد ماتش نيجيريا اللي فشل فيه كارلوس كيروش ولكن أنا كان يهمني قوي أو ما كانش يهمني قوي إنه هو ينجح في مباراة نيجيريا ولكن كان يهمني أكتر إنه هو ينجح في مباراة النهاردة هذا هو الفارق بين منتخب كبير وعنده لاعبين كبار يقدروا يلعبوا تكتيكيا جوا الملعب بشكل يعرف أو يخلينا نبقى عارفين ومتأكدين إنه نحن عندنا منتخب قوي وهو ده اللي كان مزعلنا خلال الفترة اللي فاتت وبالمناسبة كل ما يقيل خلال الفترة اللي فاتت هو اللي خل منتخبنا الوطني يصل إلى هذه الدرجة فعشان كده أنا بأحيي الحقيقة على عكس الكلام اللي كان بيتقال نبارح hemos قاول نبارح أنا بأحيي كل الإعلام الرياضي كل الإعلام الرياضي الحقيقة كل الناس اشتغلت مساندة ومش معنى أن أنا بساند معنى أن أنا لا انتقد لا لا خالص معنى أن أنا بساند معنى أن أنا ممكن أقول أو أزود شواقا في إنتقادي علشان يحصل اللي إحنا شفناه ده الإعلام الرياضي هو شريك رئيسي فيما حدث أمس فيما حدث النهاردة أنا الحقيقة مبسوط جدا وسعيد جدا لأنه إحنا كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين زي الفيديو اللي حواره لكم ده فرحة لعبة المنتخب من الكاميرون قلت أجيبها لحضراتكم زي ما حضراتكم شايفين يعني حاجة جميلة جدا وفرحة جميلة جدا وحاجة حلوة جدا وبصراحة هو ده اللي إحنا عايزين نشوفه دايما ده من موقع لعب كورا واخدينه علشان نوري لحضراتكم فرحة لعبة المنتخب اللعبة كلها فرحانة الناس كلها مبسوطة وبالمناسبة أنا تكلمت مع بعض المسؤولين في المنتخب كلهم سعداء وكلهم مبسوطين لأن أنا هقول لحضراتكم طبعا خبر كمان دلوقتي على فيما يخص محمد الشيناوي وفيما يخص حمد فتحي هقول لكم برضو أخبارهم إيه لأنه الحياة تواصلتوا من حد من مصادرنا يعني وقال لي إيه اللي بيحصل هناك ولكن الفرحة اللي حضراتكم شايفينها وإنبساط غير طبيعي ده مروان داود بالمناسبة أصغر لعب في المنتخب كلنا فرحانين كلنا مبسوطين كلنا سعداء الحقيقة بما يحدث لأنه ده منتخب مصر هو ده المنتخب اللي إحنا نقف في ظهره زي ما كنا وقفين خلال الفترة اللي فاتت إحنا كنا وقفين مع المنتخب أيوة كنا وقفين مع المنتخب حتى لو بننتقد لأنه أنا يعني مش حقدر أقول لحضراتكم إيه لكن أو أسماء معينة لكن في النهاية أنا تكلمت مع مسؤولين في تعاد كرة القدم وتكلمت مع مسؤولين في المنتخب المصري أو مصادر هنا ومصادر هنا قالوا أن لا الإعلام المصري كان لازم الإعلام الرياضي المصري كان لازم يعمل كده علشان اللعبة تحس وتفوق كده وده اللي حصل الحقيقة وده اللي شفناه النهاردة أنا بقى أحيي الجميع بقى أحيي كل واحد خلاص الإعلام الرياضي انتهينا منه ولكن أنا بقى أحيي كل واحد كتب كلمة كويسة أو انتقد نقد بناء عن منتخبنا الوطني مش تريقة تكلمنا هنا في هذا البرنامج عن أن التريقة دي الحقيقة شيء معروف هو بيتعامل من اتنين تلاتة كده معروفين الحقيقة هم شغلتهم إن هم يطلعوا يتكلموا كده ده مش بتاعنا وده مش اسلوبنا وده مش طريقتنا ولكن طريقتنا نحنا ننتقد ننتقد اللي بيحصل وننتقد ونقول إن بيحصل واحد اتنين تلاتة عشان نشوف أداء زي اللي احنا شفناه النهاردة وكل الشعب المصري يتبسط كل الشعب المصري يتبسط وكل الناس تتبسط الحقيقة سعداء جدا باللي بيحصل سعداء جدا بالشكل التكتيكي جوه الملعب أنا بس قبل ما كمل كلامي في فرحتي لأن أنا فرحان جدا ومبسوط جدا أنا فرحان طبعا لأني مواطن مصري ده أولا ولكن فرحان كمان برد فعل الناس الناس اللي بتكلمني والله قد إيه الناس مبسوطة فعشان كده بيقول لحضراتكم قد إيه كرة القدم دي كرة القدم تحديدا بتغير مزاج الشعب المصري بتغير مزاج قد إيه الناس مبسوطة وقد إيه الناس فرحانة زي الأهلي كده الأهلي بيغير مزاج الشعب المصري بالكامل ليه بالكامل لأن الأهلوية قول 70-80 مليون الباقي بيقوز عن الباقي الأهلوية بيقو مبسوطين لما الأهلي بياخد دورة أو بيكسب ببطولة فالحقيقة خلينا نتكلم النهاردة عن المنتخب مش عايزين نتكلم عن حاجة تانية لكن ده مناسبة أهلي وغير أهلي أو أهلي وزمالك تحديدا لأنه النديين الكبيرين اللي موجودين في مصر الحقيقة شفت حضرتك أبو جبل واللي عمله أبو جبل مع محمد الشينوي حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا 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 ده محمد أبو جبل نجم نادي الزمالك بيتكلم مع محمد الشينوي نجم نادي الأهلي خلينا الناس تخبط هنا في بعض وهنا في بعض واللعبين زي ما حضرتكوا شايفين منتهى الاحترام المتبادل ما بين اللعبين منتهى الحب مصر بتضم الجميع أهلي وزمالك واسماعيلي وكل الدنيا هو ده المنظر اللي احنا شايفينه مصطفى محمد طبعا لعب تركيا لعب الزمالك السابق الحقيقة وجلة الصراعي الحالي مصطفى محمد قد ايه هو لما محمد شريف اتعور هو اللي بيحط له المية هو اللي بيرش عليه المية هذه هي الروح اللي احنا عايزينها هي دي الروح والله لما شو الواحد لما بيشوف اللقطات دي بنقول اللي احنا هنكسب خلو والله من جوانا بنقول اللي احنا هنكسب لان اللقطات دي بتفرق معنا كتير جدا بتفرق مع الناس اللي بتتفرق الاهلوية والزمالكوية والاسماعيليوية وكل حاجة والاتحدوية وكل حاجة بص احمد ابو الفتوح هو بيبوز دماغ الشيناوي بيقول له الف سلام عليك احمد ابو الفتوح ده نجم نادي الزمالك اللي بيبوز دماغ الشيناوي اللي هو حارس مرمى النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي هي دي اللقطات اللي احنا بناخدها بعد فرحتنا بمنتخبنا الوطني هي دي اللقطات هو ده الترند الايجابي اللي احنا بنبحث عنه ليه ما تبقاش الصورة دي هي الترند الايجابي للفترة القادمة ليه ما تبقاش الصورة بتاعت الشيناوي وابو جبل اللي شاف اللقاء ما بعد المباراة على بين سبورتس محمد الشيناوي وابو جبل وهما الاتنين بيتكلم وشوفوا بيتكلموا ازاي بيتكلموا ازاي على بعض وقدي انهم هايبقوا او مش يعني مش عايزين حاجة غير ان يعني الشناوي مش عايز حاجة غير ان ابو جبل ينجح وابو جبل مش عايز حاجة غير ان الشناوي ينجح وابو جبل بيقول ما عنديش مشكلة انا عملت العلاية النهاردة والشناوي حيرجع المطش جاي بالمناسبة بالمناسبة ولو المطش جاي بالمناسبة برضو لان دي حاجة بوهمة خليني اقولها لحضراتكم مرة واحدة محمد الشناوي يعاني من شد خفيف شد خفيف جدا في العضلة الخلفية ان شاء الله مش عايز اقول وقت عشان انا عارف الكلام بيتاخد على طول لكن انا مش عايز اقول وقت ولكن هو شد خفيف في العضلة الخلفية كلعيب كرة انا ما عنديش معلومة بالوقت ولكن كلعيب كرة بقول لحضرتك انه ما ياخدش اربع خمس ايام يمكن اقل كلعيب كرة مش كطبيب ولا كاي حاجة ولا كمعلومة ولا اي حاجة خالص محمد الشناوي وحمدي فتحي نفس الكلام عنده شد خفيف في العضلة الضمة شد خفيف في العضلة الضمة برضو اربع خمس ايام بالكتير ان شاء الله لو ما لحقوش ماتش منتخبنا الوطني القادم ان شاء الله يلحقوا اللي بعده بمناسبة يعني احنا بنتكلم عن محمد الشناوي وعن حمدي فتحي الحمد لله الاتنين وده برضو برضو ممكن ناخد الكلام ده من على لسان الكابتن سيد عبد الحفيز انا كلمت الكابتن سيد عبد الحفيز قبل الحلقة وقال لي ان هو كان لسه قافل معاهم برضو الحقيقة يعني بنتأكد من كذا حد يعني فقال لي ان هو شد خفيف بالنسبة للشناوي وشد خفيف بالنسبة لحمدي فتحي حياخد وقت ده ايه ما قاليش الحقيقة برضو لكن انا بتكلم كواحد لعب كرة يعني قبل كده فما اقدر اقول لحضرتك الخلفية الشد الخفيف يعني ثلاث اربع تيام يعني خمس تيام ها كده حمدي فتحي شد في الضمة خفيف خفيف جدا يعني زي ما انا سمعت برضو نفس الوقت نفس المدة فان شاء الله ان شاء الله لو ملحقوش ماتش المغرب القادم منتخب المغرب ان شاء الله لو ربنا قدر لنا وكملنا البطولة او قبل النهائي وبعد كده النهائي ان شاء الله يلحقوا المباريات اللي بعد كده هل ممكن يلحقوا ماتش المغرب ولا لأ يعني مش دي مش بتاعتي ما اقدرش اجاوب عليها الحقيقة لانه زي ما قلت لحضرتك يعني تأكدنا من كذا مصدر من المجموعة اللي موجودة هناك وعرفنا ان الحمد لله الحمد لله الاتنين شد خفيف جدا وكابتن سيد عبد الحفيز اكد لي هذا الكلام وقال لنا لسه قافل معاهم اسلام والاتنين شد خفيف الحمد لله والشكر لله ما قال ليش وقت لانه ما سألش الحقيقة لانهما طبعا لسه ما عملوش الاشاعة كانوا لسه مخلصين المباراة يعني لسه كذا خطوة يجب ان يتم اتخاذها ولكن دكتور ابو العلا بيبقى حاسس كده بقديل اول ايه الموضوع يعني فان شاء الله ان شاء الله الشناوي وحمد فتحي يبقوا ان شاء الله لو ما لحقوش مباراة منتخبنا الوطني القادمة امام منتخب المغرب يلحقوا المباراة اللي بعدها ان شاء الله لو وصلنا للدور قبل النهائي ده بالنسبة لحمد فتحي ومحمد الشناوي لكن فرحتنا كبيرة جدا فرحتنا كبيرة بالاداء فرحتنا كبيرة بالتاكتك اللي كان بيتلعب يا سبحان الله اول لما تلاقي نفسك ما بتقلفش اول لما بتلاقي نفسك ما بتقلفش بتكسب بمنطقة البساطة بمنطقة البساطة مبارح مش مبارح مش انا انا لقى الدعي ولكن مصر كلها مصر كلها كانت شايفة عبدالله السعيد العيب جامد جدا وكل حاجة ولكن ما ينفعش يلعب دلوقتي ممكن يلعب اخر نص ساعة زي ما بنقول نعمل كذا في وقت انت محتاج فيه تقلل تباص كتير تعمل كتير لكن في مثل هذه المباريات لا صعب فلما لعبت بحمدي فاتحي حضرتك والسلية وانني الموضوع اختلف عارفين مين اللي خد افضل لعب انني انني اللي مصر كلها بتنتقد اداء وبقالها ثلاث مباريات او اربع مباريات بقنا ثلاث سنين صحية النهاردة انني خد افضل لعب ليه لانه بيلعب بيلعب مع اتنين تقال سواء حمدي اللي بزل مجهود خرافي كل بيغطي ناحية اليمين وبيغطي ناحية الشمال فانني بيلعب براحته واقف ناحية اليمين بيغطي مع وراء محمد صلاح زي مع عمر مرموش الشوط الاولاني ونص الشوط الثاني قبل ما يطلع بيغطي مع احمد ابو الفتوح اللي بالمناسبة عمل مباراة رائعة بيلعب عليه لعيب جامد جدا بيلعب عليه اتنين لعيبة نيكولاس بيبي وقريا الاتنين لعيبة جامدين جدا انا بصراحة ما كنتش متخيل ان احمد ابو الفتوح يلعب مطش دفاعي زي ده فعمل مطش هايل بصراحة يستحق التحية احمد ابو الفتوح بصراحة ده لسه بقى محمد ابو مانيب حاجة اتكلم عنه واحمد حجازي لكن انا بتكلم عن احمد ابو الفتوح تحديدا لان مصر كلها برضو قالت ان ايمن اشرف اللي لازم يلعب عشان ايمن اشرف هو اللي بيقفل ناحية الشمال او بيدافع بشكل جيد لكن الحقيقة احمد ابو الفتوح النهاردة لأ دافع بشكل رائع بشكل رائع يعني ممكن انا بقى اتكلم في المنضوع ده شوية يعني ان احمد وعمر كمال الناحية التانية برضو ادى مباراة اكثر من رائعة الاتنين دول يستحقوا التحية بشكل كبير خصوصا احمد ابو الفتوح وكمان عمر كمال الحقيقة لانه عمر ده مش مركزه احنا بنجي نجيب واحد بقرة نلعبه في المكان ده وبالتالي احمد ابو الفتوح يستحق التحية يستحق واحد من ابطال المباراة عمر كمال واحد من ابطال المباراة النجم بقى من وجهة نظري ان احمد حجازي ومحمد عبد المنعم وخلي بالحضرتك اللي مخلي محمد عبد المنعم يظهر بهذا الشكل هو النادي الاهلي هتقول لي ليه هقولك هقولك ليه خلينا نتكلم ما مش يعني انا ما بقولش حاجة يعني لكن دايما دايما النادي الاهلي لما يبقى عنده اقتناع بلاعب بيعمل ايه خلال السنتين اللي فاتوا وده احنا شرحناه كتير للفترة اللي فاتة ودي رؤية رئيس نادي او مشرف على الكورة هو رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ومشرف على الكورة فدي رؤيته بيتم تطبيقها من خلال الادارات المختلفة ولما كان معانا كابتن خالد بيبو قال هذا الكلام ايه اللي حصل اللي حصل ان انا مقتنع بمحمد عبد المنعم لجنة التخطيط مقتنعة هي المشرف على الكورة بمحمد عبد المنعم يعمله ايه لكن محمد عبد المنعم في مكانه 3 او 4 او 5 كويسين جدا بالنسبة للمدير الفني ولكل الناس فنعمل ايه نمشيه لا نعيره فلما بنعير محمد عبد المنعم بيظهر بهذا الشكل بيبقى يرجع النادي الاهلي وكل المسؤولين في النادي الاهلي يعني وكل الناس بتطالب بعودة محمد عبد المنعم الى النادي الاهلي خلال الفترة القادمة ليه؟ لان عندك فكر ناس حتى فكر واستراتيجية وبتشتغل عليه هناك ينجح من ينجح ويفشل من يفشل ولكن الاستراتيجية ماشية فبالتالي النادي الاهلي قدم لمنتخب مصر محمد عبد المنعم ويستحق التحية زي محمد عبد الفتوح احد اهم من وجهة نظري ان احمد عبد الفتوح وعمر كمال الاتنين هما نجمين المباراة وجهة نظر انا بصراحة الاتنين عاملين مباراة جمدة جدا جدا خلي بال حضرتك الاجناب دي هي اللي خلصت في مباراة الجزائر امام منتخب كودفار تلاتة واحد وكان هيا يجي الرابع كمان وبيني وبينك فرانك كيسي اللي هو لعب وسط الملعب لما خرج سهلة سهلة على منتخبنا الوطني او وسط الملعب فالحقيقة كل حاجة النهاردة كانت كويسة كل حاجة كانت حلوة محمد الشناوي ده يعني اقول عنه ايه او اتكلم عن محمد الشناوي اقول ايه مش انا الوحدي الحقيقة ولكن مصر كلها بتتكلم عن محمد الشناوي ان هو انا الحقيقة عايز اتكلم عن واحد واحد زي ما بننتقد الاداء لازم ندي لكل واحد حقه ولازم نبريكلهم اسم اسم عشان تعرفوا حضراتكم ان الاعلام احنا مش عايزين حاجة والله ما احد عايز حاجة احنا عايزين نفرح ونتبسط وحتشوفوا ايه اللي بنعمله كلنا مش اسلاء كلنا احنا ما بنقولش اهلي خالص دلوقتي احنا بتتكلم عن مصر بلدنا الاهلي ده اللي هو فقط فرقته بالكامل ولكن كلنا مبسوطين وكلنا فرحارين وكلنا سعداء فالحقيقة معرفش يعني دي صدف طبعا لكن لعبت الاهلي بس اللي بتتصاب يعني بدر بنون واكرم توفيق وعلي معلول كورونا وحمدي فتحي ومحمد الشناو بس ان شاء الله يرجعوا ومحمد شريف خدوا واحدة ببقه فتحس ان يعني سبحان الله ماشي كل ده مش فرق معانا الحاجة الوحيدة ان الفرق معانا ايه فوز منتخبنا الوطن حاجة حاجة يعني تخليك تبقى مبسوط حاجة تخليك تبقى فرحان ان انت تلاقي الناس كلها واقفة مع منتخبنا الوطني فعايزين نتكلم عن حمدي فتحي واللي عاملو حمدي فتحي عايزين نتكلم عن احمد حجازي واللي بيعملو احمد حجازي ومن وراهم محمد الشناوي الحقيقة اللي يعني ادي تلات اصابات هم كده ايه في اللطيف يعني حاجة كده ايه ادي الشناوي وادي حمدي فتحي وادي محمد شريف لما خد الخبطة يعني على فكرة كرة محمد شريف دي ممكن يبقى فيها انها تبقى ممكن تبقى فيها راكل الجزائم يعني ما يعني بس خلص مش مهم يعني نعديها نعديها احنا كسبنا يعني فالحقيقة زي ما حضراتكم شايفين تكاتف غير طبيعي وحب مصري وغير طبيعي لهذا المنتخب الرائع يا عم اسلام المنتخب الرائع ايه دا 8 يومين ايوه يا جماعة مو ده دورنا على فكرة والله ده دورنا ان احنا لما يبقى في حد كويس نقولي ان هو كويس لما يبقى في حد وحش وننتقده علشان يبقى كويس ها الكلام ده انا سمعته بوداني في بعد المباراة لغاية دلوقتي من ناس مهمة يعني فعشان كده انا مبسوط عشان كده انا ان الحمد لله ان في ناس بتبقى فهمة الدور الاعلام الرياضي ايه مش ان انا التاريق ابدا مش ان انا ولكن ان انا اضغط على كارلوس كيروش عشان ما يقلفش ولما ماقلفش كسب بس لما حد تشكيل الشعب المصري بيقوله الشعب المصري كله بيقوله كسبت او عملت مباراة مش هقول كسبت ولو النهاردة احنا كنا لقدر الله اتغلبنا على فكرة اه طبعا احنا بقى زعلانين من ان احنا اتغلبنا وكل حاجة ولكن كنت هقول نفس الكلام كنت هقول مبروك للرجال اللي كانت عاملة مباراة هايلا ليه لانه المباراة تكتكين جوه الملعب ليه مين والشمال والتقفيل وازاي النني بيروح يقفل ورا صلاح وازاي عمر مرموش بيرجع يدافع ورا احمد فتوح الكلام ده كله ده شغل مدرب وازاي حمدي فتحي بيقطع كل الكرات اللي بتعدي من نني او عمر كمان ناحية اللي مين وبيعدي كل وبيقطع كل الكرات اللي بتعدي من النحية التانية من مرموش ومن احمد ابو الفتوح هو ده الشغل هو ده اللعب هو ده هي ده الطريقة اللي بيلعب بيها منتخبنا الوطن هو ده التكتك ازاي محمد صلاح اما بتجي له الكرة بيعرف يعمل ثرو باس يودي مصطفى محمد ازاي عمر مرموش يشوت الكرة تيجي في العرضة ومحمد صلاح يشوت واحدة تطلع من تحت العرضة حاجة كانت رائعة وحاجة كانت قد ايه قد احنا مبسوطين وقد احنا سعداء جدا باللي بيحصل وسعداء جدا بمستوى اداء منتخبنا الوطني واللي جاي او القادم افضل دائما ده سجدة محمد الشناوي بعد نهاية المباراة ومحمد صلاح هو مش قادر يعني الخلفية برضو خلي بالحضراتكم الخلفية دي اصلاها غدارة فالخلفية دي يعني الخلفية بتبقى الخفيفة دي بتخليك تقدر تقوم وتجري وتتحرك لكن في ثانية تبقى تقيلة فالحمد لله انه هو عمل كده الحمد لله انه هو ما تجريش ولا راح كده ولا كده ولكن دي فرحة محمد الشناوي نجم من نجوم مصر ونجم من نجوم النادي الاهلي وهو فرحان بعد نهاية المباراة هو ده اللي احنا بنتكلم عنه دايما هو ده الاحترام المتبادل ما بين الجميع هو ده الحب اللي موجود في المنتخب فالحقيقة عندي عايز اقول كل الجواه وعايز اقول كل اللي تقلي في الساعتين ثلاثة اللي فاتوا دول بعد نهاية المباراة من الساعة تسعة لغاية دلوقتي كل ما حد يكلمني من صحابي أو من أصدقائي أو من الأهلوية أو من غير الأهلوية بيكلمني قد ايه الناس مبسوطة وفرحانة هو ده عشان كده أنا قلت المزاج العام بيتغير بعد المباراة ايه اللي حصل خلينا نروح نشوف ردود أفعال الجمهور المصري بعد نهاية هذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم الحمد لله رب العالمين هو كان رهان على الشعب المصري كله كان رهان النهاردة على رجولة اللعيبة بعيداً بقى عن أي تخطيط لكيروش والحاجات اللي كان بتحصل قبل كده وكل واحد يلعب في مكانه لكن كنا عارفين إن وقت الشدة النهاردة حنلاقي اللعبة كلها بتأدي إصابات صعبة هتأثر علينا بقية البطولة يعني اللعيب زي حمد فتحي اللعيب زي الشناوي من أهم اللعيبة اللي موجودة في المتخب بس الحمد لله وإن شاء الله هنكسب المغرب والله كله مبارا بيبالي وزروفة أنا عن نفسي قبل المالش ده ما خدش متوقع خالص الأداء فما تعرفش ربنا يسهل إن شاء الله يكونوا بنفس الكفاءة كده بإذن الله هنجيب حاجة كويسة بإذن الله طبعاً الشناوي بيعمل هزة يعني وخصوصاً لما يحط إيده على رجله كده لا الشناوي عمل هزة جامدة طبعاً لكن ممكن حمد فتحي يتعوض لكن برضو أي إصابة النهاردة بتأثر نحن بطلولة أفريقيا سبع مرات التاريخ معنا والجمهور معنا واللعبة معنا ومحمد صلاح وربنا قبل كل الناس كلها لا مصر يا مصر هادي مصر الحمد لله الحمد لله كلهم رجالة من قوي صغير واحد عبد المنعم لحد محمد صلاح كلهم والإصابات كلهم الحمد لله رب العالمين أثبتوا أن هم رجالة وإحنا مكلش عايزين منهم غير أن هم عملوه في المطر النهاردة كان عادوا مهمة قوي قوي وفرحوا كل المصريين ولعبوا كلهم حلو النهاردة فكروني بأيام 2006 2008 و2010 أول مرة المدرب يحط كلها في مكان حقي تالي سنين ما شفناش مطشي زي ده هو مع أننا ما كسبناش لكن شخصية مطشي ظهرت قوي في المطشي ده أنا حسس أن المنتخب عنده أكتر من كده بكتير قوي البطل ما بيخافش من حد أي حد يواجهه يقدر يواجه أي فريق تحس أن كل مصري متفق على نفس الكلام يعني هتلاقوني أنا بقول هذا الكلام هتلاقوا فلان بيقول نفس الكلام ليه؟ لأنه هو ده إحساس أي مصري الحقيقة دلوقتي الفرحة والسعادة في ناس غير مهتمة بكرة القدم ولكن مبسوطة فرحانة برضو أنا عندي طبعا صحابي من الناس دي ولكن برضو مبسوطين وفرحانين بفرحة الناس يعني الحقيقة النهاردة وأنا داخل الناس اللي قاعدة ورا الكاميرات المصورين المخرجين لكل الناس مبسوطة يعني تحس أن المزاج العام حلو المزاج العام يخليك تبقى أنت نفسك بتبقى مبسوط وانت داخل تتكلم عن بلدك وعن محمد صلاح وعن النني وعن تريزيجي وعن الناس اللي وعن محمد عبد المنعم وعن المنظر اللي شايفينه وما بين الشناوي وأبو جبل وعن أحمد أبو الفتوح وبيبوز دماغ الشناوي بيقول له معلش وحتكمل وحنكسب عشان خطرك كلام الحلو ده كله كلام يعني بالنسبة لي الحمد لله والشكر لله الواحد شاف الحاجات دي كتير فأنا بحاول أوصلها للجمهور يعني أنا دايما لما حد يجي سألني أقول له أقول له لا المنتخب اللعيبة بينها وبن بعض الموضوع مختلف تماما مش زي ما حضراتكم متخيلين يعني كابتن واق الجمعة قيم بدور رائع الحقيقة مع المنتخب الوطني عسام الحضري وكابتن عسام الحضري يعني وكل الكلام اللي كان بيتقال عن علاقته بالشناوي وعلاقته بأبو جبل والخناقة ما بينه وما بين الشناوي والخناقة ما بينه وما بين أبو جبل عليكم شفتوا مستوى الشناوي عامل إزاي ومستوى أبو جبل عامل إزاي عشان عسام الحضري واحد من اللاعبين الكبار جدا اللاعبين الكبار جدا اللي عمل حاجة كبيرة جدا مع المنتخب الوطني فمحمد شوقي نفس الكلام حقيقة له دور كبير جدا كابتن ضيق السيد له دور دلوقتي لو تأخذوا بقى لحضراتكم الموضوع بقى أفضل شوية بقى بين كارلوس كيروش وكابتن ديا كابتن ديا واضح ان هو بيتكلم مع الراجل بقوله نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا فالحمد لله تحس كده ان الأمور كلها حلوة هي دي الروح اللي احنا منتظرينها واعتقد ان هذا الانسجام الواضح والظاهر قد يؤدي بنا ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونصل الى المباراة نهائيا ان شاء الله ونفوز بهذه البطولة الهمة جدا ان الكل بينتظرها كل الشعب المصري بينتظرها وديكوا شفتوا المزاج العام للشعب المصري بيبقى عامل ازاي لما المنتخب بيفوز النهاردة طبعا النادي الاهلي بينعي الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ياسر رزق بنعى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والسادة اعضاء مجلس الادارة ببالغ الحزن والاسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الاخبار السابق الذي وافته المنية صباح اليوم داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعوا الاهلي يختتم استعداداته ومحاضرة فنية لمسيماني استعدادا لسموحها خلاص الخبر ده بقى بالنسبة لنا خبر يومي دايما بنقوله نقول ان في محاضرة فنية بيتكلم في ايه؟ طبعا المحاضرة بتختلف كل شوية وبيتكلم فيها عن اما اهم الايجابيات اللي موجودة في النادي الاهلي اهم السلبيات اللي موجودة في الفرق الاخرى ازاي حنقدر نكسب سموحة بكرة ان شاء الله ده طبعا هو بيتكلم مسيماني هو بيتكلم مع اللاعبين بهذا الشكل كل اللاعبين متوجدين هم زي ما حضراتكم شايفين وحيبقى اليوم دور كبير اعتقد في مباراة بكرة ان شاء الله ايضا تدريبات بدنية ولكن اقل حد الحقيقة من الفترة السابقة النهاردة بيبقى اليوم اخف شوية الامور بتبقى يعني بكرة عندنا مباراة وعندنا مباراة يعني مهمة الحقيقة في دوري او في كأس رابطة الاندية المحترفة اللي بتقام لاول مرة زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من التمرين بيكون موجودة هو مجدي افشا وبيكون موجود طاهر ومحمد هاني ورامي وياسر وكل المجموعة الحقيقة كابتن وليد سليمان كل المجموعة بتبقى موجودة علشان يختار منها موسيماني اللي اختار بالفعل هيا هقول لحضراتكم قائمة النادي الاهلي لمباراة سموحة علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء محمود وحيد محمد اشرف ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي وياسر ابراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة واحمد اشرف وفخري ومحمد مجدي افشا ولويس ميكي سوني واحمد عبدالقادر واحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق واحمد سيد غريب ومحمد ياسر وبرسي تاوي دي قائمة النادي الاهلي لمواجهة النادي سموحة وعايز اقول لحضراتكم برضو ان شمعنا عمار حمدي مش موجود ليه خلينا اقول لحضراتكم لان انا شفت التساؤل ده موجود على سوشال ميديا عمار حمدي مش موجود لانه في التمرينة النهاردة اتخبط عمار اتخبط لانه انا سمع كلام كتير اللي الحقيقة بتقل لك الماشي انا النهاردة الحقيقة المزاج حلو فكلنا بنتكلم في دايما الايجابيات عمار النهاردة اتخبط في التمرينة وبالتالي هيحتاج لراحة من يومين او ثلاثة ايام او اربعة ايام ان شاء الله يعود بالسلامة في المباريات القادمة برضو الجهاز الفني فضل اراحته من ميران اليوم هو اتصاب اول امبارح على ان يخضع لفحص جديد بعد مباراة نادي سموحة برضو عشان كانت فيه ناس بتسأل عن عمار حمدي انا جاوبت لحضراتكم عن حمدي فتحي وجاوبت لحضراتكم عن الشناوي وجاوبت لحضراتكم عن عمار حمدي تدريبات متنوعة لحراسة المرمى الحقيقة كل ما بنقود نتفرج على مصطفى شوبير وعلى علي لطفي وعلى بقية اللاعبين لكن مصطفى الحقيقة لانه مصطفى التلات اربع مباريات الاخيرة بالاول كنا دايما نقول ايه الشناوي وعلي ومصطفى قابس محتاجين معهم حارس مرمى كمان لكن الحقيقة بعد ما شفت المستوى او حضراتكم مش انا الكلام اللي تقال كله خلال الكام يوم اللي فاتوا او خلال التلات مباريات اللي تلعبوا ان عندنا حارس مرمى جيد وحارس مرمى في المستقبل هيكون مستقبل النادي الاهلي خلال الفتر القادم اللي هو مصطفى شوبير فبالتالي الحمد لله هذه البطولة خلتنا نشوف حاجات ممكن كانت تكون بعيدة شوية عن النادي الاهلي او عن جمهور الاهلي فلما دلوقتي بتقعد تتفرج على مصطفى شوبير وبتقعد تتفرج على مغربي وبتقعد تتفرج على زياد طاري وبتقعد تتفرج على بقية اللاعبين كلهم الحقيقة لا بتعرف قد ان احنا عندنا قطاع ناشئين محترم عندنا رئيس لقطاع الناشئين كابتل خلت بيبو محترم عندنا مدير فني محترم عندنا سياسة عامة للناشئين محترمة جدا بيضعها المشرف رئيس النادي والمشرف العام على كرة القدم كابتل محمود الخطيب وبتوصلنا لللي احنا شايفينه ده بتوصلنا ان احنا كل الناس دلوقتي الاهلاوية يقولك عايزين مع عمد عبد المنقم يرجع النادي الاهلي تاني ده فكر ده استراتيجية مش مجرد اي كلام مخلاص بقالنا كم سنة بنقول ان محمد ده لعيب كويس كذا حد بيقول ولكن دلوقتي فيه اجماع وهو ده اللي كان بيعمله كابتل خطيب ولجنة التخطيط احنا عارفين ان اللعيب ده كويس فبيصروا على ان هو يتم اعارته سنة واثنين وثلاثة لغاية لما يرجع ويبقى مكانه الطبيعي في النادي الاهلي طيب فده رسميا ايضا برج العرب بيستضيف مباراة سموحة والاهلي بكأس الرابط اعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة استضافة استاد برج العرب لقاء فريقي سموحة والاهلي غدا بدلا من استاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس رابطة الاندية وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية التي تشهدها مدينة اسكندرية انا مش عايز اعلق على الخبر ده اشان انا لو علقت حيبقى ده عليق قاسي شوية لانه ايه الفرق ما بين اسكندرية وبرج العرب ده عشر دقائية ربع ساعة بالعربية ماشي منتخب مصر يكرس عقدة ركلات الجزاء مع كودفور اتكلمنا خلاص في هذا الامر وانني هو افضل لاعب بمواجهة مصر وكودفور ما احنا قلنا بلاش تعمله كده الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي فاكرين الصورة دي انا قلت لحضراتكم عليها بتاع الدرجبة الامبارككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك منتخبنا الوطني الحقيقة أن أنت لا تستهزئ أبدا بأي حاجة تخص مصر الحقيقة من الناحية الرياضية طبعا أنا أتكلم فهنا دروجبة شوفوا كان بيبقى عامل إزاي وهنا لاعب برضو بي بي واحد من أفضل اللاعبين الحقيقة فيه المنتخب الإفواري وهو ولاعب أرسنال طبعا الإنجليزي زي ما حضراتكم شايفين نفس الحركة ولكن بشكل مختلف ولكن في النهاية من فز حد يقول لي انتهى الدرس يا بي بيه انتهى الدرس يا بي بيه طيب على ذكر كاس الأمم مالي وغنيا بالمناسبة دلوقتي بلعبه ركلات جزاء تعادل 0-0 ويعني حقول لحضراتكم بأول ما تنتهي من الذي سيصعد إلى الدور الثماني أبو جبل يتصدر تويتر بعد قيادته منتخب مصر للتأهل لدور الثمانية يستحق وكل التحية لهذا النجم الكبير أبو جبل اللي قاد منتخبنا الوطني في وقت صعب الحقيقة بعد يعني كل الناس كتب على السوشال ميديا هذا الكلام وأنا شفت أهلوية أهلوية بس كتبين ايه الأسد طلع وجبل نزل فالحقيقة حاجة لان زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي ان مصر بتجمع كل الناس كلمة مصر دي بتجمع كل الناس على أي شيء فبالتالي محمد أبو جبل أو خرج أسد ونزل جبل الحقيقة قدر ان هو يصل بالمباراة أو يصل بمنتخبنا الوطني اللي شفتوا محمد صراح لما جاب الجون للناس كل اللي جاب لما جاب ركلة الجزاء الأخيرة شطها وراح جارع على أبو جبل على طول لأنه أبو جبل هو اللي يستحق لأنه هو اللي شال ركلة الجزاء ألف مبروك الحقيقة لكل منتخبنا الوطني كابتن واق الجمعة طالب اللاعبين بتحية الجمهور بعد الفوز على الأفيال الحضري قال برضو على تويتر نواق الجمعة الحقيقة مش هادروا أنه هو كبر لأنه هو كبر فعلا الحضري قال الحمد لله وألف مبروك لشعب مصر العظيم كابتن عسام الحضري وكلامه عن هذه المباراة كابتن محمد الشناوي بيقول نلعب باسم منتخب مصر وقميص الفرعنة ينسينا كل شيء أيضا أبو جبل قال سعيد بتقلقي أمام كوديفور وأتمنى الشفاء العاجل لمحمد الشناوي كل الكلام ده تكلمنا فيه قد إيه بنبقى مبسوطين قد إيه بنبقى فرحانين قد إيه بنبقى سعداء بالشكل اللي احنا دايما بنشوفه والحقيقة حاجة محترمة جدا جدا اللي احنا شفنا النهاردة نتمنى أن ده يتكرر أعتقد يوم الحد المباراة اللي جاية وإمتى يا جماعة قلولي الحد الساعة خمسة المباراة القادمة إن شاء الله منتخبنا الوطني المباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب المغرب وإن شاء الله هذه المباراة تم نقلها طبعا من ملعب أوليمبي إلى ملعب أحمد أهيجي اللي هو لأن ملعب أوليمبي طبعا زي ما حضراتكم عارفين حصل في حادثة الددافع أول مبارح وفقدت الكاميرون تمانية ماتوا الحقيقة أو ماتوا في هذه الحادثة فالكاف قرر احتراما لهؤلاء اللي توفوا في حادثة الددافع احتراما لهم أن لا يلعب عليه مباراة أخرى خلال الفترة القادمة وبالتالي طيب أستون فيلا بيهنق تريزيجي وبفوز مصر على كودفوار وأيضا ليبربول بالمناسبة هنأ محمد صلاح عن تهانينة للملك المصري لقيادته منتخب الفراعنة للسعود إلى دور التمانية بعد الفوز على منتخب كودفوار بركلات الترجيح تريزيجي ضايع كتير النهاردة صح ولكن بيرجع ولأنه رجوع تريزيجي الحقيقة بيودينا في حتة تانية زي ما حضراتكم شفتوا كده هو راح للجنة 34 مرات في نصف ساعة يرجع بس تريزيجي ده هتلاقوا منتخب مصر ده محمد صلاحي تليمين وتريزيجي ومرموش ناحية الشبال ومصطفى قدام لا يعني تريزيجي نزل نصف ساعة ساعة لربع تقريبا مباينة يعني في آخر ربع ساعة في الشوت الثاني وبعدين الشوت الأول الإضافي والتاني لا عمل فارق كبير مع منتخبنا الوطن الحقيقة يعني آه أضاع ولكن تريزيجي راجع ولما يرجع تريزيجي هنشوف إيه اللي هيحصل علشان يبقى عندنا منتخب قوي إن شاء الله في السنغال وإحنا بنلاقي السنغال مش في كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله في كأس العالم أو في الدور الإقصائي لكأس العالم إن شاء الله ليودينا كأس العالم في قطر أيضا اتحاد جدة بيهنق مصر بالتأهل لدور التمانية ويهنق أحمد حجازي اتحاد نادي تحجادة السعودي بيهنق أحمد حجازي يهنق منتخبنا هو نادي الاتحاد قال تهنين للمنتخب المصر الشقيق ونجمنا الحاجز الوصول إلى الدور ربع النهائي في بطولة الأمم الأفريقية الحقيقة أيضا سلطت العديد من الصحف على فوز منتخبنا الوطني على المنتخب الإفواري وقالت أن منتخب مصر الحقيقة صحف عالمية كثيرة سلطت الضوء على أن منتخبنا الوطني بقيادة محمد صلاح بيصعد إلى دور الثمانية ويفوز على المنتخب الإفواري العنيد بركلات الترجيح خمسة أربعة بعد التعادل السلبي ليتأهل الفرعنة لمواجهة منتخب المغرب أبرز الحقيقة كل الحاجات اللي جات خلينا أبدأ بصحيفة الديلي ميل الديلي ميل الإنجليزية قالت محمد صلاح يسجل ركلة الجزاء الأخيرة ليرسل الفرعنة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أما إذاعة منتكارلو الفرنسية قالت محمد صلاح يرسل مصر إلى ربع نهائي بعد مباراة مؤلمة يسدد المهاجم تسديداته الأخيرة على المرمى ويقضي على كودفوار ويواجه منتخبنا الوطني نزيره منتخب طبعا المغرب إن شاء الله في الدور ربع النهائي حاجة جميلة وحاجة محترمة أيضا جماهير الكاميرون بتحتفل بتأهل مصر على حساب كودفوار زي ما حضراتكم عارفين دايما يعني في مشاكل ما بين الكاميرون وكودفوار بالنسبة في كرة القدم وبالتالي كان هناك احتفالية من جمهور الكاميروني على بمناسبة صعود منتخبنا الوطني أيضا أولمبيك مارسيليا الفرنسي يهنق مصر بالتأهل لدور الثمانية وقالوا ألف مبروك يا فرعنا ده من أولمبيك مارسيليا طيب أما اليويفا بيبرز فوز منتخب مصر ضد كودفوار في أمم إفريقيا أبرز الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا فوز منتخب مصر على حساب كودفوار في دور الستاشر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون وكتب حساب اليويفا على موقع تدولية القصيرة تويتر تزديدة محمد صلاح الحاسمة تصعد بمنتخب مصر إلى دور الثمانية بأمم إفريقيا بالفوز على كودفوار خلنا نروح للصحافة المغربية وماذا قالت الصحافة المغربية عن الصدام القادم بدأت الصحف المغربية صدام عربي بين مصر والمغرب في دور الثمانية بأمم إفريقيا وده أول التعليقات اللي علقتها الصحافة المغربية على تأهل منتخبنا الوطني إلى دور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل طبعا السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي ليشهد الدور المقبل مواجهة عربية خالصة ما بين المنتخب المصري ونظير المنتخب المغربي إن شاء الله هذه المباراة تبقى يوم الحد في ملعب أحمد وهجو وزي ما قلت لحضراتكم صحيفة المنتخب قالت أيضا مصر تكرس عقدتها لكوديفور وتضرب موعدا ناريا مع المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا وقال موقع البطولة صدام عربي في ربع نهائي الكان 2021 بين المغرب ومصر وعلق موقع 3-6-0 سبورت قائلا الأسود يصطدمون بمصر في دور ربع كأس إفريقيا وقال موقع هاسبورت الفراعنة يتجاوزون الفيلة ويضربون موعدا مع الأسود في ربع نهائي كان الكاميرون أما في النهاية صلاحي تصدر ترتيب أغلى 14 لاعب في مباراة كوديفور يعني بصراحة بسم الله ما شاء الله محمد صلاحي يستحق كل التحية وكل التقدير على مجهوده خلال الفترة السابقة زيه زي بقية لاعبة المنتخب المنتخب كله يستحق التحية ألف مبروك لمنتخبنا ألف ألف مبروك للمنتخب إن شاء الله القادم أفضل ويوم الحد القادم إن شاء الله إن شاء الله نكسب ونصعد إلى الدور قبل النهائي آخر حاجة أقولها لحضراتكم مدارب كوديفور قال نشعر بخيبة أمل والتفاصيل الصغيرة حسبة اللقاء لصالح الفراعنة ماشي متشكريني عم بوميل باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوديفور خيبة أمل طبعا عقب الخسارة لأنه إذا كنت واحد محايد وبتشاهد أو بتشوف أو متابع للمباريات المنتخب المصري والمنتخب الإفواري هتقول أن قبل المباراة هتقول أن المنتخب الإفواري يكسب حقيقة ولكن بعد المباراة وأثناء المباراة هتقول على طول أن يستحق منتخب مصر أن يفوز في الوقت الأصلي وكمان في الوقت الإضافي طيب دي كانت أخبارنا النهاردة مرة تانية ألف ألف مبروك لمنتخبنا الوطني صعوده لدور التمانية وإن شاء الله تكتمل فرحتنا بالوصول المباراة النهائية لسه عندنا التمانية والقابل النهائي والنهائي إن شاء الله بعد كده جميعا نحتفل إن شاء الله بفوز منتخبنا الوطني بهذه البطولة المرة تمنى على التوالي طيب خليني أسمع ديانج دلوقتي بأحرز هدف مالي هدف مالي أو منتخب مالي بيلعبه دلوقتي دربة ودربة خمسة عدله خمسة خمسة فدلوقتي كان ديانج داخل شوت راكل الجزاء وأحرزها وتمام هنقول لحضراتكم بقى الأخبار وإن شاء الله هرجع من الفاصل أعرف حضراتكم نتيجة هذه المباراة وأيضا مباريات دور التمانية إمتى ومواعدها خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل اتنين من النجوم الكبار اللي هيكونوا معنا عشان نشوف كيف فاز منتخبنا الوطني على منتخب كودفور من خلال وجود النجم الكبير الحقيقة كابتن فتحي نصير وواحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقة سواء في النادي الأهلي أو للمتخب الوطني أيضا نقضنا الرياضي الكبير الأستاذ سامي عبد الفتاح في لقاء خاص جدا هنتكلم عنه عن منتخبنا الوطني وتأهل الآن منتخب إلى دور الست عشر أو دور التمانية ناسف بعد الفقرة دي احنا النهاردة بيقى دائما عندينا كل يوم أربع ثلاث فقرات الفقرة الأولى كابتن فتحي نصير والأستاذ سامي عبد الفتاح بعدها مباشرة النداء الأخير زي ما بيقولوا في الطيرات آخر نداء لطيارة أبو زبي آخر نداء لطيارة أبو زبي من سيكون الفائز الرابع في مسابقة الأهلي في المنديال ده اللي حنشوفه إن شاء الله بعد ما نكمل كلامنا أو نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نشوف كابتن فتحي نصير والأستاذ سامي عبد الفتاح وبعدها مباشرة من سيكون الراكب الأخير معنا في الطيارة إن شاء الله لمشاهدة مباراة الأهلي ومنتري بعد هذا الفاصل كابتن فتحي نصير والأستاذ سامي عبد الفتاح أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بديو في ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن فتحي نصير إزاي كابتن فتحي أهلاً حضرتك أقول معلومة أنا على الكابتن فتحي دلوقتي معلومة جامدة جداً مش كتير اللي تعرف أيضاً النجم الكبير وأنا قد نريد الكبير أستاذ سامي عبد الفتاح إزايك أستاذ أهلاً كابتن أستاذ كابتن أنا أولاً أشكرك أنت جماعتنا مع بعض أبداً أخليك والله يعني كابتن فتحي ليه معاذة عندي خاصة جداً عندنا كلنا ده يعني أخوناك كبير يعني طبعاً هو يعني تاريخ في طبعاً التدريب والإدارة وكان يعني ولقوه سولات وجولات في الأمور الأفريقية يعني كمنصة سولات إيه ده بقول حاليك المنصة هو اللي بيعمل كل حاجة صح عشر بطولات صح المصري الوحيد والإفريقي الوحيد عشر بطولات وما حصرش في العالم واحد عمل بطولات قرية يبقى منصق عشر بطولات قرية من سنة كامل لسنة كامل لا ما أنا أقول هم أنا ممكن أنا أحفظهم طبعاً يعني نقول مثلا بدأنا بجنوب أفريقيا ستة وتسعين تمانية وتسعين نهيت إمتى بقى عشان نقولهم كلهم ستة وتسعين جنوب أفريقيا تمانية وتسعين تسع وتسعين كان فيه بطولة أولمبياد اللي هم برضو الشباب اللي زي كان بتوع كابت الشوق وكده تسع وتسعين في غانا وبعدين لإفريقيا وبعدين تسع وتسعين غانا نيجيريا لما كانت أصلا في زمبابوي واتنقلت لأن ما كانتش جاهزة فخديثها غانا وخديثها نيجيريا دي في ألفين ألفين واثنين في مالي ألفين واربعة في تونس ألفين وستة في مصر ألفين وثمانية في غانا تاني ألفين وعشر في أنجولا ألفين واثنشر الجابون أخر حاجة الجابون واختتمت كده كده عشر بطولات أه ولا بعض كأس أمم أفريقيا إيه رأيك اللي بيحصل في الكاميرون لا كل الحاجات دي في حاجات راجعا لهم وفي حاجات نقص أو في الخبرة في الناس اللي بتدير أوكي يعني الناس اللي بتدير البطولة دي في حاجات كتير حصلت يعني هو أكتر حاجة ممكن أو خضطني أو اللي تقدر تقول عليها علامة حاجتين حتة الوفاة والإصابات في التدافع ده والحتة التانية بتاعت أن السلام وطني يتضرب غلط بتاع ميرتانية ودي حصلت حاجات كده أبل كده كتير لا إحنا كنا بنقدر نغطي كل الكلام ده وبنحله وعارفين ومؤمنين الملعب ومجدين مش أول مرة وجمهور ده أنا أكيد كابتر فاتح على كاميرو الدونة النظمة أن هي ما خدش احترازاتها بشكل كافي والإتحاد الأفريق بالتالي لازم يبقى يعني عنده ملف ده مفتوح من البداية يعني التأمين وسلامة الناس شوف كلام حركة كتسامي صح هي النقطة في إيه بقاها إن التحاد الأفريق دلوقتي أصبح مفرغ من الكفاءات الكفاءات اللي هي فنية وكفاءات والخبرات وكده مش موجودة فعشان كده تحس إن في أخطاء كتير لأن الأخطاء كتير دي الأخطاء اللي تعصي في الدورات مش موضوع لنا في كتاب أو في كتالوج أو كده بتظهر حاجات كتير قوي مش في الكتالوج فالناس الموجودين ما عندهمش القدرة إنهم يتصرفوا وشغلوا مخور من من الأخطاء إنهم دخلوا مواعيد المونديال مع مواعيد اللغة الأفريقية دي أجندة معروفة دي أجندة ودي مواعيد وكان ممكن هم غيروها من قبل كده هي أسبوع كان يحلها أسبوع واحد كانت تحيل لكل المشاكل دي لكن انت بتحمل بطولتين إفريقيتين في نفس التوقيت لأن انت ممثل إفريقيا راح يلعب في كاس العالم لازم خليه يروح في أقوى إمكانيات ويكون مستعد كويس حتى اللعيبة اللي هنا هيكونوا بلعبوا في البطولة راح يمستهلكين يعني انت خلصت عليهم على ودنهم أيوة يعني انت خلصت عليهم بالطريقة دي فكان من الشرط فدي الخبرة مش موجودة كابت الإسلام اتفرغ الاتحاد الأفريقي من الكفاءات ومن الخبرات اللي بيقدروا يديروا بطولات زي كده إحنا في العشر سنين زي الحاجات البسيطة دي ومحصلش حاجة الحمد لله لأ ومحصلش حلينا الحاجة قبل بتحصل حلينا قبل بتحصل بس لو حاجة لو كارسة حصلت محدبان زي الناس اللي ماتوا دول محدبان محدش حدق لهم لأ لو السلام وطني اتضرب غلط وبردو واضحة كل الحاجات دي حصلت وإحنا حلناها والبطولات مشت وكله خد حقه من جميع الفرق اللي شاركوا من بقول لحضرتك من سنة 96 بطولة 96 اللي كان في الجنوب أفريقيا وسنة دي طبعا بلد نموذجية في التنظيم وكل حاجة وبعدين بوركي نفاسه وبعدين تخلش زي ما حلته من البطولات دي يعني دلوقتي أنا بقولك شريط من الحاجات يعني تقول انت حفظهم ورا بعد حفظهم لأننا عايشوا كل بطولة لها قصة وقصص كتير ممكن وبعدين منتخب مصري طبعا كان لنا الشرف ان التلب بطولات اللي أخذوهم من 4 بوركي نفاسه وبعدين غابوا عني شوية وجوم 2006 بقى و18 و14 فكنا موجودين معهم حضرتنا بعدهم بعد 10 اللي كان في إنجولا بعد كده الجابون وبعد كده خلاص خلاص طيب كابتن سامي أستاذ سامي يعني مبروك طبعا فوز منتخبنا الوطني النهاردة يعني المنتخب الوطني بيصعد إلى دول التمانية دون تأليف لا هذه نقطة انت قلتها في الانترو وكانت نقطة مهمة جدا المنتخب اللعيبة تحملت المسؤولية في الملعب ده ده وجهة نظر القناة قدريادي ان اللعيبة تحملت مسؤوليته في الملعب أكثر من يعني طبعا دور كروش وكجهاز فن كله له تقليماته له الصبورة بتاعه قبل الماتش وتوجهات وتكلفات إنما اللعيبة كانت على مستوى المسؤولية بشكل عالي جدا وحاسة قد المصريين مستنين هذا الفوز عشان يفرحوا ويساعدوا لأنه صبروا عليهم كتير فبالتالي أنا شايف النهاردة يعني ده بداية هلوة لما هو قادم يعني بداية صحوة حقيقية لمنتخب مصر اللي غاب عنه التوفيق لفترات أنا شايف من 2019 أما كانت أم الأفريقية في مصر يعني ما عملناش فيها حاجة وكل الجولات اللي التالية حتى بما فيها يعني 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 حتى كسر عالم يعني مشينا فيها بالعافية تصفيات كسر عالم مشينا فيها بالعافية فبالتالي أنا بداية صحوة حقيقية لمنتخب مصر اللعيبة تحس قد إيه عليها مسئولية شخصية كل اللعيب في الملعب عليهم مسئولية شخصية والفريق كله فكان النهاردة يعني يعني النيني خد رجل مباراة جايزة رجل مباراة بس أنا شايف إن فيه أكثر من رجل مباراة في منطقة مصر بشكل خاص الحاضر الشناوي من ناحية حتى بوجبل من ناحية تانية الظاهرين بتوعنا كانوا مميزين جدا فيعني طبعا مجال بالنيني يعني كابت الصلاح النهاردة قائد في الملعب بشكل حقيقي محمد صلاح وإدى ثقة الزملائه في الملعب لحقا دي كبير حتى في ضربات الجزاء أنا شايفه كان بيتكلم معهم بشكل بروح عالية جدا والحمد لله إحنا عدينا خطوة مهمة جدا فيما هو قادم يعني عشان إحنا عندنا نكمل المشوار بإذن الله شعر فيه عندنا تحديات صعبة جدا قدام المغرب قدام الكاميرا فيما بعد إذا عادنا بني سهل لأننا عدي الأول المغرب وبعد كده خطوة وبعدين ده بنمنع لي كابت الإسلام لشهر مارس اللي هو تصفق كسر عالم بزبط كده لازم داخلين مواجهتين السنغال وإحنا يعني صدرنا جاي من ده وسقطنا في أنفسها عالية أنا بشوف أن مواجهت السنغال هتبقى مختلفة تماما عن الدورات المجمعة هتبقى حاجة هي معدل السقة بس يرتفع وإحساس اللاعبين أن هم قد عليهم مسؤولية تجاه 100 مليون مصري دي نقطة مهمة جدا طيب كابتن فتحي برضو مبروك طبعا فوز منتخبنا وسعوده آه شيء طبيعي إن منتخبنا يصعد إلى يعني ابتداء من دول القبل النهائي يعني نبتدي نقول إيه ممكن لو طلعنا ما فيش مشكلة ولا حاجة ولكن بعد الأداء اللي اعنا شفناها في التلات مباريات الأولى وبعد الأداء أمام نيجيريا تحديدا أعتقد أن احنا ما كناش مطمئنين الحقيقة لمباراة منتخب الإفوالي ولكن النهاردة منتخبنا بيفوز بدون تأليف كل واحد بلعب في مركزه وكل واحد وقف في مكانه وبالتالي أصبح هناك شكل تكتيكي جيد جدا زي ما حضرتك دايما تقول لنا من خلال الملحب هو طبعا فرق كتير البداية غير الوضع بتاع النهاردة نعم يعني مباراة أول المباراة اللي هي كانت مع نيجيريا مفيش حاجة غلط ما تعملتش مظبوط مفيش حاجة غلط ما تعملتش من كل المنظومة اللي هي مع المنتخب لكن النهاردة لقينا رجعنا لرشدنا رجعنا لعقلنا رجعنا لفكرنا رجعنا ان احنا كل واحد يلعب مكانه يبقى هو عارف ويطلع الامكانيات اللي عنده مع احنا ما بنقولش ان المدرب ما يقولش خطة يقول طريقة لعبة بيلعبها بخطة لعبة الوظائف اللي بيديها للعبة اللعبة بتبرز وبتحسن فيها لأنها بتشتغل في حتتها مظبوط الكهربائي بيشتغل الكهربائي والنجار بيشتغل النجار والحداد بيشتغل حداد فانت لما تقوله اشتغل الشغلانة دي هو كمان هتدي له فرصة ان هو يبدع فانت هنا لما تحط كل واحد وتسكنه في مكانه هو حيبدع في مكانه لأنه حيفتكر في المكان ده هو لما بيلعب بيلعب جناح بيلعب ظهير بيلعب الصمال بيلعب سيرتباك بيلعب مثل من ضمن الاتنين اللي قدام فمثل السلاية بيلعب أو بيلعب حجازي فحجازي بيلعب في الحتة دي المدرب حيقول له واجبات وحيقول له وظائف هو كمان عنده افكار كتيرة وخطة من المدربين كتيرة التراكمية اللي موجودة عنده هتدي له الدفعة ان هو يوصل للمستوى اللي احنا فيه لكن برضو ولكن دي الحطة تحتها كم خط لازلنا طيب معلش يا كابتن عشان معي برضو تليفون مهم من كابتن شوقي غريب نجم مصر طبعا ونجم نادي المحلة السابق والمدير الفني لمنتخبنا الأول وايضا المدير الفني الحالي لمنتخبنا الأولمبي كابتن شوقي زي حضرتك أهلا بك يا كابتن إسلام إزاي صحتك الحمد للعسلام وطبعا سلامي كبير طبعا ضيوفك القبار والعظام والأستاذنا الكبير وأخوك كبير والكابتن فتح نصير والستاذ سامي أفتاع يعني قامت الإعلام في مصر يعني بنا خليك كابتن كابتن شوقي وحشنا جدا ويعني سعاداء جدا بوجود حضرتك معنا أنا سعيد أكتر والله العظيم كابتن إسلام الله خليك حديثنا ربنا خليك يعني طبعا ألف مبروك كابتن شوقي ابتدينا نفتكر ما حدث في 2006 و2008 و2010 نهاردة والله خلينا أقول النهاردة الحمد لله رب العالمين يعني لما فيك تعمل التقييم التقييم لازم يبقى تقييم حقيقي نعم نحنا نحنا من المباراة المباراة الأداء كان يبقى فيه ضباط تكتيكي داخل الملعب يمكن ما كانش الأداء بيرتقل الأداء أو المستوى الأداء اللي الناس عايزها والناس عايزة تشوف لكن كان النهاردة أنا بعتبر النهاردة الأداء النهاردة أنك تلعب 120 ديئة غير الأوقات اللي بتضاف على كل شوق يعني بتوصل 130 دي أداء في المباراة النهاردة بأداء راقي بأداء كبير طبعا معظم فترات المباراة وقفين صح بنتحرك صح اللي عادة بكل واحد عارف دوره كل واحد عارف هو بيعمله حتى في التغييرات حتى في القيادة حمد فلاح حتى القيادة من خارج الملعب أنت حاسس أن فيه حاجة مقاردة منظومة داخل الملعب مقاردة كل واحد عارف الدور اللي مطلوب بيعمله الشكل العام كان مختلف عن التلات مباراة الأولى تقصد طبعا طبعا الشكل مختلف كلية عن كل حاج حتى النهاردة جميع التغييرات اللي تمت النهاردة انت استفدت منها استفادة كبيرة يعني التغيير بتاع عزيز والتغيير بتاع إيه لما جد دفعت بيهم الاثنين تغييرات انت استفدت بيها استفدت بها استفادة كبيرة كبيرة جدا يعني خلينا أقول ممكن كان في تغيير الطراري في الأول لكن بتاع الشناوي تغيير الطراري لكن لما نزل أبو جبل دام ان مستوى اللعيب اللي بره يعني لا يقل عن مستوى اللعيب اللي بره نعم نحن لما تيجي تشوف كل الناس اللي كانت موجودة النهاردة الأداء داخل ملعب بقول كل واحد عارف طرق كله عارف واحد ومتحرك بلعب ناس كتيرا النهاردة كانت على قد المسئولية وأكتر من المسئولية للمنتخب الأول هنقول إن diode بخبرات دولية المنتخب الأولمبي برده كابتن يعني انت مثلا مجموعة المنتخب الأولمبي شناوي لعب مع حضرتك في المنتخب الأولمبي في الأولمبيłe حجازي لعب مع حضرتك آحمد أبو الفتوح لعب مع حضرتك الوينش لعب مع حضرتك أكرم توفيق لعب مع حضرتك يعني على الأقل خط الدفاع مثلا مع مع seis تركيبا لورا ده اللي انا بقول ايه بقول ان ان انت النهاردة حتى العناصر زي عمر كمال كمان زي مثلا كان عمر مرموش زي مصطفى زي يعني العناصر دي كلها عندها خبارات دولية بس خبارات دولية مش راكم كتير لكن لما تحس النهاردة بهم في قلب الملعب تحس ان كل واحد عارس هو بيتحرك ازاي او بيلعب ازاي او ايه تضره مطلوب منه يعني انت لما تيجي تشوف النهاردة احنا وصلنا لجون فمرات كتيرة جدا 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 مزبوط لكن لما تيجي تلاقي ان اكتر واحد وصل لجون النهاردة تريس جيه ان انت متوقع ان هو خارج من الاصابة ولسه بيقدر ان هو خارج من الاصابة بيلعب مية وعشرين دقيقة او الزمن ده كله او بيلعب الوقت اللي نزده كله بيلعبه بطاقة مية وعشرين دقيقة نعم فتحس ان فيه حاجة شكل كتير موجود لفريق تشوف الفرقة لما تفقد دكتورة ايه ازاي الارتداب ازاي في الملعب ازاي يتحركوا مع بعض كجروب كمجموعة اه بتشوف ناس النهاردة اه اه يعني بوسط التيم اه اه بيلعبه النهاردة عندهم ثقة في نفسهم عندهم ثقة في تحركاتهم بتشوف قيادة اه ممتازة النهاردة من محمد صلاح داخل الملعب وتوجيه داخل الملعب للعيبة نعم وخبرة كبيرة موجودة يعني محمد دالو عشر سنين النهاردة في المنتخب الاول ايه النهاردة هو والنيني النهاردة مني رجل المباراة حجازي يعني فيه عمود فقر الفريق اه ان موجود كله على على قد المسئولية ايه وده وده اللي خلى ان الناس راضية عن حاجته راضية ان انت قدرت تطلع خد بار ويمكن انا كليها كلمة بعد مبورات كدفوار قلت قلت ان العيد الجزائر يساعد كدفوار عنهم يزاروا بالمسئولة بالزبط لان هما دولوا مثل المساحات الكبيرة والمساحات الفاضية اللي اشتغلوا فيها واللي لعبوا فيها وصراعات يعني يا كابتن شوقي بيلعبه المنتخب الجزائري كان بيلعب يعني بتعالي اكبر من التعالي اللي بيلعب بكدفوار دائما يعني لو تفتكر حضرتك الحركة اللي عملها مثلا دروكبا في 2006 افتكر يعني لما وقف وعمل كده نهاردة برضو شوفنا حاجة زيها من لعب المنتخب الافواري لما برضو شاور يعني وقال سكوتو يعني بعد ما احرص بعد ضربة الجزاء بعد رجلة الجزاء تعرف حضرتك بعدها احنا كلعيبة كورة واحنا عادينا كابتن فرح عز السامي تحس ان احنا يعني ايه الوضع اختلف وحسين ان احنا احسنت ساعات عن دي بداية النهاية اه بالضبط لو تشوف كمان اكدت اه اسلام الماردة مثلا يعني هم عندهم خطورة من ناحية اليمين اليمين بتاعته اه اه اذا ما بيمسكوا الكورة وبيخش البوة عشان يليد في كورته ويشطها في الزاوة دي كل مرة لو كنت بتشوف بتلاقي مثلا بالفتوح وممكن تلاقي مثلا حمد فتح جنبه مظبوط لوحي الناحية التانية تبص تلاقي مثلا داخل عمر كمان ومحمد عبدالمنعم جنبه اه يعني ايه يعني يعني اي ناحية اي مقفولة عندنا كنت ببص تلاقي اللي بيقابل كنت بتلاقي اتنين واحد وراء التانية واحد وراء التانية مظبوط يمكن كل كل فرصنا كانت عبارة عن شوة يعني كل فرصهم عبارة لكن احنا كل فرصنا كانت عبارة عن انفراضات حقيقية مظبوط كابتن شاوئي معلش عايز برضو اسألك لان انت لعبت احمد ابو الفتوح قبل المباراة كلنا كنا بنقول وانا واحد منهم الحقيقة ان احنا يعني عايزين ايمن اشرف العاوة لان هم ناحية اليمين عندهم افضل ناحية انا الحقيقة فجأت بالمستوى الدفاعي خلينا الناحية الهجومية تمام لكن المستوى الدفاعي اللي احمد ابو الفتوح النهاردة احمد ابو الفتوح تحديدا لانه لعب مع حضرتك وحضرتك اللي حطيته في ختم الزمالك وحطيته مع المنتخب الاوليمبي او من سموحة وحطيته مع المنتخب الاوليمبي احمد النهاردة الحقيقة ادى اداء من وجهة نظري غير طبيعي يا كابتن شاوي نفسك ما هو ده يا كابتن اسلام اللي احنا نتكلم عليه زم التكتيك داخل الملعب احمد ابو الفتوح مميزات اللجومية عالية جدا 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 لكن هو عارف انه بيلعب على لعيب لو ساب له مساحة لو ساب له مكان لو ساب له منطقة خلفية عنده لو ساب له سابه سراعات فكان دايما يلعب بالضموخه النهاردة اكتر ما بيلعب بايه بالطاقة يهي نحن يجب ويطلع ويعمل كروس باس ويعمل جفرات ويحيق كله يسود زي مطش ليبيا كده او زي المطفات اللي بيعبها مع المنتخب اللي فالنهاردة تحس ان الدرجة الاتزام اللي عاد جالا بقول الوعي التكتيتي عند اللعيبة النهاردة كان عالي جدا برضو لاحظ خلانا نقول الأمانة يعني ما هو الوعي التكتيتي ده بيبقى نبع بالكيه نبع من التكتيب بتاع المدرب اللي حطه طبعا أو الشكل اللي حطه طبعا أو الترتيبات القناية بتاعة المباراة وعناصر القوة اللي موجودة يعني انت لما يكون عندك النهاردة في كود بور النهاردة الهداف للدور الأوروبي بالكام مزبوط وعدد الفرص اللي بيتدينه قليلة أو بيتدينه في مناطق ما هيش فرص يعني خلينا اقول ايه ما هيش الفرص الحقيقية اللي لازم يتبن هجوات مزبوط حتى يعني الفر اللي بيلعبها ده برضو انت تتعامل مع لعيبة تتعامل مع لعيب مثلا زالا لما نزل الشتوط التاني يمكن نص الملعب كان عندنا أفضلية النهاردة كان ابنيني مع حمد فاتحي مع السولية كانوا عاملين شكل جديد النهاردة لاحظ السولية ضيع خرص الكتاسترات السولية ضيع خرص الكتاسترات عمر مرموش شاب الكتاستر في الآية مصطفى ضيع يعني عندنا النهاردة عدد الفرص في كتاسترنا النهاردة كتير يعني يعني لما نيجي نقول نحن باللعب كتاسترات اقول لك ان عدد الفرص اللي جاتلنا النهاردة اكتر من اللي جاتلنا في مطش سودان السودان وغينيا صح صح اكتر مننا بكتير دليل على ان السودان وغينيا صحيح من نيجيريا كمان اه ونيجيريا من نيجيريا ويرقف ثاني ويجري بيها لأ مجرد ده بيعد من واحد اكتر من الثاني جاي لا الثالث جاي كابتن شاوئي النهاردة النهاردة الاربع مطش جاي يوم الحد تمام خميس جمعة سبت ثلاث تيام احنا بقلنا اسبوع كنا مريحين عشان نلعب مطش النهاردة مطش اددنا الطاقة الكبيرة ديها كابتن ايه كابتن نعم اددنا الطاقة الكبيرة اللي كانت موجودة النهاردة بالزد الزمن الطويل اللي كان عندنا في الطاقة هيحصل ايه المطش الجاي بقى كابتن في ظل حالة 120 دقيقة وماشي النهاردة الدنيا تمام لكن المباراة القادمة في ظل احتمال كبير بعدم لحاق الشيناوي وعدم لحاق حمدي فتحي يعني ببصص للمباراة دي ازاي مباراة المغرب يعني يعني خلينا اقول على حاجة احنا تعودنا المنتقى بالمصر زايما خلينا اقول ان احنا الاداة بيرتفع من مباراة ايه حتى البطولات اللي احنا خدناها بتلب بطولات كنت بتعين من رباء لمباراة لمباراة المباراة المستوى الفني مستوى البدني او المستوى التجتيكي يمكن النقطة الوحيدة بس اللي انت قلتها دلوقتي هي حجم اللعابة اللي عندها اصابات نعم هو ده الحاجة الوحيدة اللي بتقلق يعني الحاجة الوحيدة اللي بتقلق ايه طبعنا كنت بتضطر تغير في تشكيل الفريق قل gossip بتضطر تغير في تحيات لكن لغاية النهاردة احنا منعبش حالة الكتابات الموجودة دي هل المدة الزمنية بتاعتها تسمح ان هما يلحقوا المباراة او لا اتمنى طبعا ان ربنا يكرمنا ويكون كل اللعبة موجودة ويكون كل اللعبة موجودة لكن المباراة المرة اللي جاية مع خفص هو برضه بيعرف يتعامل مع الكرة العربية والكرة المصرية طبعا هو المغرب طبعا فالمباراة مباراة هتبقى تكتكية من الطراز يعني القبل قبل كل شيء نعم ممكن احنا الفرق الافريقية كلها العامات انا كتب الاسلام شوية بتبقى عندها رهبة اللعبة المصر مزبوط رهبة منه رهبة من تحركاته رهبة من اداءه رهبة من المهارة اللي عنده يعني يعني خلينا اقول ايه بنعرف نتعامل بنسبة بنسبة جبيرة جدا معك نعم المغرب اللي جاية المغرب اللي جاية خلينا نقول ان احنا بأخر بطولة كان الهيه في 2019 احنا خرجنا من دور السبتاشر المهاردة احنا وصلنا بدور الثمانية قدامنا مرحلة واحدة بس نخش سمي فينال نعم نعم نبقى من مدخلنا خلاص بقى للحاجة اللي احنا دايما ايه بنوصلها نعم بنقول احنا بنبقى مبسوطين او بنبقى اه وصلنا للمرحلة اللي اللي ناخد فيها ايه اه زي السبع بطولات كده بإذن الله اللي حققتهم بقى عايزين يعني المباراة جاي مش مباراة سهلة لكن هي مباراة تبقى صعبة لكن بالشكل والاداء والالتزام والالتزام اللي كان موجود على اللعيبة كلها بيه اللي شوفنا النهاردة لو بإذن الله بنفس الشكل بإذن الله بإذن الله بإذن الله اللعب المصري بيبان ساعة الضغط بيبان ساعة الظروف الصعبة اللي بتبقى عليه نعم شوقي غريب مدير الفني لمنتخبنا الأولمبي شكرا جزيلا لحضرتك كابتن شوقي قال كلام محترم وكلام مهم الحقيقة وكابتن شوقي تحديدا يعني زي ما أنا قلت له شناوي حجازي أحمد أبو الفتوح محمد عبد المنعم مصطفى محمد أكرم طبعا قبل ما يتصاب يعني حوالي ستة أو سبعة من الموجودين كانوا مع كابتن شوقي فواضح جدا الدور أنا الحقيقة كمان سيد كنت لازم أسأله عن موضوع محمد شوقي ووجوده مع كابتن محمد شوقي طبعا المدرب المنتخب الوطني ووجوده مع منتخب مصر أعتقد فارق في موضوع المنتخب الأولمبي وصعود بعض اللاعبين من المنتخب الأولمبي أكيد أكيد بيقرب بيقرب المسافات يعني بقرب خصوص اللاعب الصوارين يعني طالع ده لسه بيبقى جاي خايف فالرهبة كل حاجات دي هو بيقدر يلم يعني الأجيال وكابتن ضيا برضو عنده مجموعة من المدربين اللاعيبة اللي كانوا معاه منهم مثلا صلاح والنني وحجازي الدورة وكذا كانوا معاه منتخب الشباب وابل كده منتخب الأول أيام برارلي يعني المجموعة يعني ملمومة وإن شاء الله بس زي ما بتقول إن الاثنين حمد فتحي والشناوي من دلوقتي من غير معرف استحالة لحول ما تشكاه لأن العيب اللي بيطلع زي ما طالعوا النهاردة كده استحالة في ثلاثة أيام وقال لي كابتن سيد عبد الحفيز قال لي أنه غير مصدر مصدر نحن هي شد بالنسبة للشناوي شد خفيف في العضلة الخلفية أيوة شد خفيف شد خفيف يعني حرك عارف أربع خمس أيام أربع خمس أيام أول ما أنا أقول إستحالة استحالة بالطلعة دي حيالة حمد فتحي شد خفيف برضو برضو إستحالة ألا أربع خمس أيام برضو أسلو جاي في حتة صعب أهواء هو مش جاي مثل أربع خمس أيام ده كان مثلا عنده حرارة ولا عنده حاجة لكن حدي له حبوب بص الحرارة تنزل لكن دي فاش هزار ده أعوى خلفه ضم يعني يعني سهلة آه عضلات أنا أقول إستحالة طالما طلعوا وطلعوا في التوقيت ده وطلعوا من ماتش زي ده هم يعني مش بيعين الماتش ده هم ميتين على الماتش ده لأ أنا حمد يشايفه حتى عمال يقول لا أكمل أكمل لا 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 مش هيكمل ولما يطلع على دوقتي هيحسي بها أكتر طبعا عشان هي كانت سخنة والإصابة سخنة والدورة الدموية طب كنت نبقى بخبرتك يعني شد خفيف في العضلة الخلفية هدعي وقت لا لا يستنى بقى إن شاء الله بعد المغرب نفكر على الكاميرون يلعب ولا إيه لأن الشد ده بيبقى مثلا خفيف أو يمكن درجة أولى لو تقرب شوية هيخش في درجة تانية هيخشي لي على تمزق قصة وخصوصا إن إيه إن العضلات كلها مجهدة مستهلكة العضلة مش فريش العضلة سليمة هما مش فريش هما تعبنين أربع مطشات في إسبوعين يعني طبعا فالعضلات كلها ما هاش فريش صح والإجهات ده اللي هو مش قادر مش فريش دي بداية بتقول له انزار يعني خلي البطارية بتنور أقل إسبوع يعني آه مش أقل من كده مش أقل من إسبوع آه يعني في ده تخيولي وبعدين يمكن حمد فتحي بسرعة عن الشناوي يعني ضمع أكتر من يعني هيخف أكتر عن الشناوي عشان ملعبش المتشات كلها لأنه ملعبش كل المتشات فكان عنده راحات فالعضلة لسه مسترح والسن الصغير كمان بالعضلة بتلحم أو بترجع ريكافر بتاعتها بيرجع بسرعة غير لما بيكون زي الشناوي والعضلة طويلة وهو طويل وكده العملية سهل إن شاء الله يا رب المهم يعني المهم يبقى ليهم دور إن شاء الله قدينا حنستنى بكرة التقرير الطبي ولكن يعني طبعا دي كلها معلومات احنا عرفناها برضو عشان معلومات احنا عرفناها وانا بسأل خبير يعني كنت تفتحي طول عمره في الكلام ده عارف إن احنا الخلفيات دي بتبقى وقت الدقيه والدمات دي بتبقى وقت الدقيه أستاذ سامي برضو المباراة القادمة مباراة المغرب مباراة عربية ومباراة صعبة ومنتخب المغرب الحقيقة واحد من أفضل المنتخبات اللي موجودة في البطولة وفي نفس الوقت عندهم خبرة كبيرة جدا بالمنتخب المصري هذه الاشكالية الأساسية معروف إن كل فرق الشمال الأفريقي يعني بتبقى صعبة معنا شوية هم يعني حابين هم يعني حابين هم يبقى في الصورة يعني دايما زي منتخب مصر بالضبط يعني يعني بنتكلم في جران خمسين خمسين يعني يعني نحن بنتكلم في جران حتى يعني المصار الأندية بتلات الأندية تلاقي دايما المغرب تونس في سكتنا لجزائر يعني في سكتنا طبعا وتبقى أصعب مباريات طبعا يعني إحنا مذكرينهم وهم مذكريننا طبعا وزي ما قال كابتو شوية يعني إحنا حافظين بعض كويس قوي وبالتالي يعني هي مراء مش سهلة لكن يبقى إرادة اللعب في الملعب أردت لعبتنا في الملعب إنهم يكملوا زي ما حصل النهاردة كان التحدي صعب برضو رغم إنهم يعني كون دفار يعني أنا شايف أقل من مغرب شوية لما الفرصة موجودة أنا قدام أنا قدام المغرب والكاميرو أو يعني 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 زي ما أنت قولت كده في الأول يعني ما نقلت من نص النهائي يعني متحد الكاميرو يعني يبقى مقبولة شوية لازم نلعب على نحن نعدي هذه المرحلة خطوة المغرب دي ومنقلقش منها كتير يعني منقلقش منها كتير وبالتالي يعني أنا شايف إن الجرعة الثقة اللي خدناها النهاردة في ماشي كون دفار هتساعدنا كتير جدا ساعدنا سجلناش أهداف لكن قطعت لنا فرص عديدة جدا ودي نقطة مهمة جدا كابتالي الإسلام يعني قد إيه بيجينا فرص ما نستفدش منها دي نقطة مهمة جدا لازم نجاز في عالي بكاتة الكوروش يتعامل معها عشان يعني ده جهد فريق يعني أنت النهاردة ده ماشي نكاوت الجن الواحد المهمة تكسب وخلاص المهمة تكسب يعني فبالتالي يعني لازم يبقى فيه تعاون أكتر فيه أساسية أكتر فيه في اللمسة الأخيرة بالذات ويعني أنا بعتب على بعض الأيامين عندنا فرقتنا هو بيفكر من هو اللي يبقى صاحب الهدف دي نقطة مش مش لذيذة واشيقول الأسماء طبعا كلنا وشوفنا المتش وحاسينه وبالتالي دي نقطة يعني لازم نصححها شوية عشان إحنا عندنا تحديات كتيرة جدا في المرحلة الجاية إن شاء الله كابتن فاتح أربعة أيام بعد 120 ديئة صعب أه طبعا والمغرب لعب قبلك بيوم وحياخد طبعا بكرة طول النهار مفيش عشان يعمل ويعمل الكلام مثلا كده حييجي يوم الجمعة علميا كابتر نعيزك تكرمنا علميا الحاجات اللي حالك بتقولنا عليها دي ده لا ما هي بس هو حيرجع دلوقتي كل جهاز العضلي مستهلك جهاز العصبي مستهلك كل عضلات جسمه مستهلكة نعم تبتديه مبارك كده كابتر فاتح لا بعد هذه المباراة كل العضلات مستهلكة مفيش عضلة في الجسم هتلاقيها مستهلكة يعني باستثناء حتى هتقول لي طب ايه العضلات اللي بترجع بالسرعة يعني عزا وقت قد ايه ايوه حناخد مش اقل من 48 ساعة عشان 48 ساعة يعني 48 ساعة يعني يعني بكرة الخميس ثم الجمعة طب أنا عندي الماتش يوم الحد يبقى أنا جاي يوم السبت السبت ايه اللي ممكن اعمله عشان احفظ به اشكده فهي 48 ساعة بنقول العضلات عشان ترجع الركافر 48 ساعة الجهاز العصبي عشان يرجع محتاج مثلا من ساعة ل يعني 18 16 ساعة اللي هو الجهاز العصبي عشان يرجع جهاز العصبي يبقى الجهاز العضلي محتاج 48 ساعة نقول 12 ساعة 16 ساعة في الحدود دي طيب بالنسبة للجهاز العصبي طيب نرجع تاني نقول ايه طب المخ اللي كان بيشتغل ده هو عايز يستريح طبعا طب ده ياخد وقت قديه راح عشان الراحة بتاعته عشان يرجع لوضع الطبيعي رفريش تاني المخ هو الحاجة الوحيدة في الجسم انت بطل يقول لي معلومات باك المخ عشان يستريح لازم مش اقلم عشر دقائق هتقول ده ازاي انت في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا ربنا ما ياخدش سنة ايه السنة دي انت لو انت قاعد في العربية قاعد وبعدين يشيت شوية غفلت خمس دقائق دخلت في الشارع وحد بدرب كلاكس هتلاقي نفسك صحيح دي عشر دقائق هتقوم اكن نمت مثلا اليوم كل فدي المخ محتاج عشر دقائق بس فنحن بقول ربنا قالك فقران حتى ما بينامش لان الله سبحانه وتعالى ما يبقى في الحالة دي يومين على أقل نفوق يبقى عليهم السبت هنرجع نقول لك يا كابتن إسلام حاولك يا كابتن إسلام الحل هتقول الوضع أولع حاجة هذه المباراة مباراة من وجهة نظري مباراة خططية 100% مبدأيا خططية 100% مغرب مغرب مباراة المغرب مباراة المغرب مباراة خططية 100% سواء من المغرب أو سواء من مصر إحنا حفظين هم حفظين من النجد هي مباراة خططية طيب اللي يوفق المدرب في اختيار الخطة والطريقة المناسبة دي نمر واحد ثم الواجبات اللعيبة هتنفذها دي اتنين هل اللعيبة هتلتزم بالواجبات الخططية اللي المدرب كروش هيقولها لهم لو نفذوها سيق هنكس أكيد هتكسى أنت لكن تقولي لما بيقول 50-50 بنهرب بالتفاصيل يعني واحد تسأله تقوله الماتش ده يقولها 50-50 وفعلا 50-50 ما هنماتش أي ماتش قبل المباراة 50-50 تنزل 0-0 اللي يجيب جول بيكسب طيب المدرب ده اللي يقدر خطته والالتزام الخططي بتاعي معاي الكرة هعمل ايه معاه بالكرة هعمل ايه والتزام طول 90 دقيقة ولو امتدت للوقت الاضافة هعمل ايه يبقى الالتزام ده في النهاية اللي حلتزم اكتر هو اللي في النهاية هيكسب المباراة كابتن سويس سامي اخيرا لو قلتلي تشكيل لمنتخبنا يوم الحد القادر بلاحبش هنبقى موجودين يعني انا خبيس جمعة وصبت اجازة اه قلتلي تشكيل طبعا ابو جعب الاساسي طبعا قد السكة في ضربات الترجيح دي يعني عالي مع نفسه كتير اوي وحنا لازم نشجعه مين يلعب مكان حمدي فتحي مهند مهند ممكن يقدف حتى دي كويس اوي او زيزو او ترزيجير بعد مستوى مهند يا زيزو يا مهند يا زيزو المباراة تبقى محتاج الجودة عالي جدا والباقي زي ما هو والباقي زي ما هو كابتل فتحي ايه ما هو حيشوف حالته ايه بس هو طبعا حالة مين حالة الفرقة كمان ما احنا مش عارفين الباقيين شكلهم يدلوقت وما طلعوا عن رجليهم بس ما احنا مش عارفين الماتش لزي ده اه الماتش ده ده ماتشين ومش ماتش واحد ده هو حيحاول يسبب التشكيل حتة اللي حلعب بدل حمد الفاتح حيحاول يخلي لعيب من اللعيبة اللي يجلون في الملعب زيزو يعني تقريبا يعني مش حيجيب حد من برا يعني مش حيجيب مهنة مهنة ده سلو بعيد ما لعيبش حد النهاردة هو عمل كده كان بحيسخ وريجع تاني مغير زيزو مغير زيزو اه اشرك زيزو اه او معاهم يعني اه يعني عمر السلاية وننيني وزيزو وزيزو وصلاح ومرموش وصلاح ومرموش ومصطفى ومصطفى وعلى اساس بس هو شريف يعني طبعا مش حيجيز ان يخش في طريق المضارب كان لازم ياخد وقت اطول شوية يعني كان مصطفى عمل جهد جبير عمل وبعدين جيه جات له فترة بقى خلاص بقى يقع بقى يخش بقى يعمل فولات واللي بيعمل فول ده بتعبان وعندك وعندك وقت وعندك تغير يعني عشان انت تتنشط الفرقة تقاف على رجلها تاني لان الفرقة هبتك كده فانت مش هتغير صلاح مش هتغير مثل حجازي الاساسيات الاعمدة الاساسية مش هتغير فانت غير واحد زي ده وعندك واحد برا مش هيقل عنه فهو كان يتغير بدر شوية على اساس مش لشريف عشان الفرقة ومش ضد مصطفى برضو عشان الفرقة الفرقة يفضل الحمل بتاعهم او مدى جرعة البدنية او المخزون البدنية عندهم كلهم ماينزلش ماشي يعني زي الاواني مستطرخة كده اما تبقى كلها واحدة بتنزل في حتة لا انا زوتهم شوي لان ده حيزود لجنبه بس فكان يعني هو ما عندوش غير كده ما عندوش غير نوعي لعب لا لا ومش هيغير حد كتير ومش هيجيب حد من برد هو اساسا ما بيراجب ما بيحبش التغيير لكن في النقاية هو قدر يصل على رأي الكافت ان شاوي يقال لك هو وصل خلاص يعني المرأة اللي فاتت في مصر وطلعنا من دول الستاشر المرة دي قدير وصلنا لدول التمانية اه لا بس مع احترامي لشاوي يعني في مصر وطلعنا من دول الستاشر لا احنا من فرق المصنفة باقما اول يعني اذا كنا بيقولوا النهار ده لازم لكامل ان شاء الله اللي عندها سبع باطلات السبع نجون ده بيعملوا ايه يعني بص النجوم دي سبع همش عايزين الكاميرا انت اخذها بيني وبرك عشان ما تقربت ربنا يا سهل ان شاء الله انا مشكرك جدا كابتن فتح على وجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يخليك شكرا جزيلا انا وسل سامي والف مبروك ان شاء الله يوم الحد نبرك لكم بقى على ان شاء الله يا رب يعني وصول لدركم شكرا جزيلا زي ما قلت لحضراتكم النهاردة او بعد قليل يعني المفروض بساعة 12 ونص بالضبط هيبقى معنا السيد محمد ابو العين طبعا من التضامن الاجتماعي زي ما حضراتكم عارفين هيبقى معنا بعد الفاصل على طول لانه احنا عندنا السحب او الراكب الاخير اللي هيكون النداء الاخير زي ما دايما بنقول نداء الاخير للراكب الاخير اللي هيكون معنا ان شاء الله في رحلة ابو ظبي عشان يتفرج على مبارات الندي الاهلي ومنترر المكسيك ان شاء الله اولى مباريات ندي الاهلي في كأس العالم للاندية من خلال مسابقة الاهلي في المونديات هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ان شاء الله السحب الاخير في مسابقة الاهلي في المونديات الرسالة اهلا وسهلا بحضراتكم يوم يا مرأة أخرى عزائي المشاهدين النداء الأخير لرحلة أبوظابي زي ما دايما متعودين كل يوم 4 ساعة 12 ونص دايما بيكون معنا الأستاذ محمد أبو العيل عارفنا طبعا أنه هو منذوب الوزارة التضامن الاجتماعي اللي بيكون معنا لسحب من سيكون الفائز الأخير في مصابقة الأهلي في المنديال لحضور أولى المباراة أو مباراة النادي الأهلي الأولى في مونديال الأندية الأهلي ومونديال المكسيكي خليني أرحب بالأستاذ محمد زي ما أستاذ محمد شرف النور مبروك طبعا النهاردة مبروك مصر كلها تحسنها مبسوطة المود متغير النهاردة الحمد لله حاجة حلوة يا رب يدامها بس يا رب إن شاء الله القدم يبقى دائما أفضل كالعادة أستاذ محمد تفضل علشان نسحب من سيكون الفائز الأخير في هذه المسابقة مسابقة الأهلي في المنديال زي ما حضركم شايفون دائما تعودنا دائما أستاذ محمد بيقوم وبيلف فوق شوية وتحت شوية هيطلع فوق دلوقتي تاني علشان يقف على رقم يكون الفائز القادم أو الفائز الأخير أو الرابع معنا في مسابقة الأهلي في المنديال تفضل يا سيد محمد ماشي آخر أربع أرقام 8 9 7 7 آخر أربع أرقام للفائز الرابع إذن الفائز الرابع في تفضل يا سيد محمد بالفائز الرابع في أقوم أنا طبعا نعملين نبدل طيب الفائز الرابع في مسابقة الأهلي في المنديال الفائز الرابع والأخير في هذه المسابقة الرقم آخره 8 9 7 7 8 9 7 7 8 9 7 7 هنتصل به طبعا كالعادة زي ما اتعودنا من خلال مسابقة الأهلي في المنديال خلال الشهر اللي فات بالكامل الحقيقة لو تتذكروا وكل الناس اللي بتبعت لنا الحقيقة سواء الاسم أسز أو التليفونات اللي بتجيلنا كل الناس الحقيقة خلال كل يوم أربع الساعة 12 نصر السيد محمد دايما بيكون معنا وبنسحب أربع فائزين النهاردة الحقيقة كان السحب الأخير في مسابقة الأهلي في المنديال ان شاء الله خلال الفترة القادمة ان شاء الله ان شاء الله خلال الفترة القادمة احنا لسه كنا بنتكلم في هذا الأمر النهاردة هيكون عندنا مسابقات دائمة موجودة من خلال برنامج البيت الكبير لكل سفريات الأهلي ان شاء الله في أفريقيا كمان لأنه النادي الأهلي من خلال الشركة الأهلي للمنشآت السياحية الحقيقة بقى بيعمل رحلات وحيتعمل رحلات فليلا نكون دايما متواجدين مع النادي الأهلي من خلال جمهوره اللي بيحبه اللي عايز دايما يكون وراه فده ان شاء الله حيكون معنا بس نخلص كاس العالم للأندية وان شاء الله ان شاء الله ما هو قادم يكون دائما أفضل وأحسن في الفترة القادمة تقول ده بتتصله ولا ايه ايه لسه ما بيردش طيب ماشي خليكم وراه عشان تسيب محمد ما يزعلش عشان انت عارفين دايما نحاول رقم آخره تمانية تسعة سبعة سبعة تمانية تسعة سبعة سبعة لو بتتفرج علينا يبقى رد على التليفون لأنه الحقيقة التليفون حيبقى مهم جدا يعني هيخليك تشوف مباراة الأهلي ومنتري المكسيك إن شاء الله في أبو زبي لأنه النهار دا بسطت يا سوز محمد كل مصر مبسط الحمد لله هو تليه نفسه نفسه بيحتفل لشان كده ما بيردش ما ممكن يكون نزل جامعة الدول العادة زي زمان وإن شاء الله تعود هذه الأيام ويعود الفرحة لكل المصريين إن شاء الله إذا فوزنا تتوقع إنه ممكن منتخب مصري يعملها ولا هتبقى صعب والله مش بيضة ربنا يعني وإن شاء الله المصار بتاعنا صعب شوي يعني كنت فوار إن شاء الله ربنا كرمنا يبقى مغرب لو ربنا كرمنا غالبا هايبقى الكاميرا يا رب إن شاء الله نعم لا يوجد شيء بيلاعظ ربنا يعني وإن شاء الله يعني أقوية يعني أولا بحب محمد صلاح مصري كراب تحب محمد صلاح طبعا ده الطبيعي بتاعنا بتتصلوا بيها شباب ولا سبع مرة ما بيردش نجرب معا إحنا بقى لما نطلع كمان كم مرة كم مرة عشرة مرات حتى ثلاث مرات طيب ثلاث مرات على السبعة عشان يبقى عشرة مرات يبقى زيما الأسيس محمد قيل علشان يبقى عملنا علينا وأنه حاول مرة أخرى من خلال فائز آخر يعني يكون معنا على على معلش خليكم وراء طيب يا جماعة أنا حاول بقى أنا حاول لغات لما ييجي نعم بنحاول يعني نتصن نهارة أخرنا ممكن نكون نام أو حاجة يعني فإحنا كده ممكن نحاول بعد الحلقة معنا ما فيش مشكلة أول ده احنا ما تأخرناش كتير احنا عشر ده ربع ساعة خلاص يعني هو ده اللي حيبقى فائز آآ طبعا ان شاء الله مبروك عليه ولا نختار غيره لا لا خلاص خلاص كده إذن سيكون مش هنعرف بقى نحتفل بقى بكرة مش بكرة كمان يهم الحد اللي جاي بقى نحتفل بهذا الفائز ان شاء الله ناخد رقم تليفونه طبعا مش هنقدر نقول رقم تليفونه كاملا عشان يعني ما ينفعش نقول رقم تليفونه ولكن في النهاية خلاص هو ده اللي حيكون الفائز الرابع اللي حيكون معنا ان شاء الله في أولى المباريات الأهلي ومنتيري المكسيك ان شاء الله يوم خمسة فبراير القادم كده اكتملت المسابقة كده خلصنا الأربع متسابقين أنا بشكورك جدا يا سيد محمد اتعبناك على مدار أربع أسابيع ان شاء الله أنا تمنى ان احنا دايما نشوفك ان شاء الله بإذن الله خلحات صعيد ليا ان انا شوفكم وتقابل معكم وبشكرهم كلهم والله تعبوا معنا ربنا يخليك شكرا جزيلا يا سيد محمد على وجودك معنا أنا اللي بشكور ألف مبروك طبعا النهاردة فوز من تخلق طيب هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هيكون معايا أيضا من اتنين من الشباب الشباب السوشال ميديا زي ما حضراتكم بتعودين من هنا دايما خلال هذه الفترة وخلال الفترة القادمة حيكون معنا الكثير والكثير من المحللين والشباب الخاصين بالسوشال ميديا المحللين للأرقام يعني أكتر من أي شيء آخر أيمن جيلبرتو ودكتور محمد جمال حيكونوا معنا ولكن بعد هذا الفصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى زي المشاهدين خلوني أرحب في هذه الفقرة أيمن جيلبرتو ومحمد جمال الاتنين النهاردة هيكونوا معنا هنتكلم أكتر في أرقام المباريات ودول الثمانية ودول الستاشر أنا آسف بالكامل مباريات كثيرة جدا 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 إلا حصل في المباريات وأرقام المباريات إيه خلوني الأول بس أرحب بديو في الزكا أيمن الحمد لله كله كويس أيمن من أشرت برضو سنوات طويلة جدا سنوات اللعب في الزبط مدرجوة تحنا خبارك كله كويس الحمد لله زكا محمد كله كويس طبعا محمد برضو يعني قدنا أو أصغر مننا أنت كام أصغر مننا بشوية حاجة وثلاثين شوية وحوية شوية صغرين عموما مشرفين ومنورين إن شاء الله تبقى حلقة ممتعة للجميع أيمن خليني أبدأ بيك النهاردة ونتكلم عن بعض الأرقام الخاصة بمباراة مصر وكودفور وإن شاء الله أيضا مواجهة يعني يمكن الحمد لله الأهم حاجة في ماتش كودفور الرقم اللي الناس كلاك طبعا تتكلم عليه قبل المباراة نفسها إزاي إحنا يعني كعبين عالي أو كودفور وش السعد علينا دائما في أمام أفريقيا دلوقتي إحنا دي البطولة ممكن تبقى الخمسة لو مصر قدرت تكسبها عن طريق كودفور موجودة معنا سواء 86 و 98 و 96 سبعة يعني من سبعة من ثمانية لو كسبنا تبقى خمسة من ثمانية كمان إن إحنا ضربات الجزاء في 98 و 98 مصر كسبت جون نادر السيد صد واحدة أهلتنا كانت التالت نفس الدرب كنا ربع النهائي وقتها لأول دور بعد المجموعات كان كابتن نادر اللي صد كانت كابتن نادر الدور في 2006 في الفاينال الحضري كان صد كورتين ودلوقتي أبو جبل صدله برضو كورة يعني مش نادر ناليا ضاعت لأ هو اللي صدها فبرضو دي حاجات من الفايل الكويس للمنتخب يعني بالنسبة لنا نتكلم عن المغرب نحن طبعا يعني الجيل بتاعنا تحديدا ما شافش مصر بتكسب المغرب في أفريقيا غير الماتش بتاع الكهرباء في 2017 ده برضو كان من الحاجات الكويسة وكان زي ما وقتها نقول العقدة وتفكت فنتمنى أنها تستمر لأن المغرب البطولة دي مقدم أداء كويس وأداء مميز جدا يعني دي الأرقام اللي العامة لكن لو على الماتش نفس بتاع مصر أعتقد الاستحواز كان أكتر للكوت دي فوار بس إحنا كنت أكثر فعلية لا إحنا كنت أكثر فعلية أو كانت طريقة اللعب أو ده طريق المودي لا يعني أقصد أن محاولاتنا كانت أكبر على المرمة من كوت دي فوار نسبة الأهداف المتوقع حتى تجدها هي واحد 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 تمانية لينا لكوت دي فوار فما فيش جاب كبيرة بنا وبينما لدينا كمان كرة في العرضة لدينا أكتر من محاولة على المرمة فلا المنتخب النهاردة أعتقد أفضل مصر لمنتخب مصر مع كيروش يعني طيب جمال برضو قولي يعني كيف يرى المصريين هذه المباراة أو المصريون هذه المباراة بمعنى الأرقام الكبيرة جدا لدينا في مباراة للمصر وسهل العجل طيب قبل بنتكلم على الأرقام الإنسايت اللي طلع بعد المباراة قبل المباراة كانت كل التوقعات وكل الآراء داخل الشارع المصري متشاهمة جدا أسباب التشاهم ده أول حاجة الأرقام اللي طلعت من المباراة التلاتة اللي فاتف ده رقم واحد رقم اثنين إنه كارلوس كيروش مقدرش إنه يقنع ولا يقدم اللي يخلي الجمهور المصري كله يكون عنده الثقة إنه هتتجاوز كوتيفور تأليف اسمه فالمردود اللي قدمه كارلوس كيروش النهاردة إيه اللي حصل النهاردة في المباراة إنك قدرت تحط كل لعب في البوزيشن بتاعه لعبت كل لعب باللي يقدر يعمله كبتفتحي معلش أنا أسف قال لي كلمة هلوة جدا قال لي النجار اشتغل نجار والحداد يشتغل كل لعب في البوزيشن بتاعه هو الراجل مؤمن تماما بالفورميشن بتاعت 4-3-3 ما بيغيرهاش ومش هيغيرها لعبها مع منتخب إيران لعبها مع كولومبيا اتغلب ستة وهو مع كولومبيا وأكبر هزيمة تاريخية ليهم وفضل مصمم على 4-3-3 فال4-3-3 اللي بيعتمد عليها كارلوس كيروش مش هيغيرها والتحولات اللي عندهم من الجزء الدفاع للجزء الهجومي عظيم جدا في منتخب كوتيفور الراجل عمل ايه حط كل العب في البوزيشن بتاعه عنده الثلاثة هو مش قادر يعمل الترانزيشن أو التحولات منتخب مصر عنده مشكلة في الفلسفة الهجومية بتاعته احنا بنعمل جملة دفاعية بشكل جيد فهو لعب على اللي يعرف يعمله أو اللي وصل أخيرا لقناعة انه مش قادر يعمل عملية التطوير الهجومي فلعب على ثلاثي يقدر يقفل وسط الملعب حمدي فتحي يعمل مباراة كبيرة قوي النهاردة حمدي فتحي واحد من مفاتيح في وزن النهاردة هو تواجد حمدي فتحي في مركز 6 المركز ده كنا مفتقدين في حمدي الراجل طول الوقت ابتدأ مباراتين عمل حاجة غريبة جدا في مباراتي السودان وغينيا انه اشتغل بعمر الثلية في مركز 6 وده كان كارسة مش لانه عمر الثلية ما يقدرش يلعب في مركز 6 لا لانه القدرة بتاعت عمر الثلية انه يعمل التحولات من مركز 8 هو الوحيد في المجموعة اللي راحها كاس الأمم اللي يقدر يشتغل في مركز 8 هو الوحيد اللي يقدر يعمل لك العمق الهجومي ده فاربعة ثلاثة ثلاثة اللي عملها النهاردة كارلوس كروش انه حط كل لعب في مكانه خليك تكمل ولكن لانه هو ليه النيني خد أحسن أفضل لعب في النهاردة عارف ليه عشان الكلام انت بتقوله انه لعب كل وقت في مكانه ولعب حمدي فتحي في مكانه فالنيني أصبح بيلعب في حتة واحدة بيلعبش في 3-4-5 حتة لانه محمد النيني ما لعبش مباريات كتيري السنة دي مع أرسن لكن المباريات اللي أده بشكل جيد وكان منها مباريات اليونيتد هو بينزل دايما تحت الكورة بيقفل زوايا التمرير دي قدرات محمد النيني محمد النيني يقدر يعملك ده ما يقدرش يعملك تحولات هجومية أو يقفل لك زي ما كان بيطلب منه الرجل في المباريات اللي فاتت النهاردة محمد النيني عمل ده الرجل كان بيلعب في حالة استقبال الكورة لما مصر هي اللي بتستقبل والكورة مع الكوتيفوار كنا بيلعب بـ يعني كوتيفوار هدف دوري أبطال أوروبا السنة دي واحد من أقوى المهاجمين في أوروبا السنة دي الرجل بيعمل إيه شتغل في مطش الجزائر إنه بينزل تحت ياخد الكورات الرأسية كلها وهو اللي بيعمل السيطرة وبيعمل التحولات وبيطلع اللعبة الأجنحة من وراه الحمد في فاتح كان بيعمل إيه كان بيعمل إيه المعازمة دي اللي كان بتتلعب أيام مستر منول إنه كان بيينزل فلافيو صح ينزل لتحت ويحطها يا إما لبركات إما لأبوتريكا ولو متعب موجود صح وأبوتريكا هو اللي يعمل وكان متعب في البدايات كان هو اللي بيعملها كتير حتى طبعاً بعد الجوم بتاقى مطش إنيمبا وكله يعني لازم دي فلافيو فلافيو ومتعب ولو أبوتريكا بالضبط فضل فحمدي فاتحي النهارده كان بيعمل إيه ينزل مع الراجل بيستلم وبيسلموا للمان ما كانش بيحصل التفريغ اللي كان بيحصل في متخب الجزائر النهارده الحمدي فاتحي هو اللي كان قدر إنه هو يدستروي الفكرة بتاعت باترس بوميل إنه هو يعملها معنا نفس اللي عمل ومتخب الجزائر ما قدرش إنه هو يعمله معنا العيد تاني مهم جداً جداً دوره النهارده وحابب أثني عليه يعني رغم صغر سنه العيد في المنتخب محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم عمل مباراة جبيرة جداً مش بس على مستوى بتاعه لا الراجل كمان كان بيقفل وراء أحمد فتوح بشكل ممتاز أنا نهارده ما شفتش نيكولاس بيبي طول المباراة ليه ليه لأنه محمد عبد المنعم كان بروح يعمل مجموعة ثلاثية مع عمر مربوش وإحمد فتوح ويقفل الناحية الشمال بتاعت منتخب مصر أمام المغرب قد يشكل مشكلة لي كارلس كروش هنتكلم عنها ولكن أيضاً برضو جب بيرتو عشان يبقى واضح للناس مصطفى محمد النهارده كان له دور دفاعي مهم جداً مع رقم 6 بتاع ساحل العاج وده كان احنا بنشوف دايماً يعني حتى ناس كان بتاخد بالها تقولك إيه هو ليه محمد صلاح دايماً بيخش الجوة ومصطفى هو اللي بينزل لتحت لأن مصطفى كان دايماً رقم 6 جامل سلسري رقم 6 جامل سلسري هو جامل سلسري اللي هو طلعه ريحنا شوية فهو كان دايماً مصطفى بينزل مع رقم 6 علشان يقفل عليه وكان دور مهم جداً وواضح لمصطفى محمد دفاعي يعني مصطفى محمد زي ما حضرتك قلت كده هو ده الدور اللي كان يعني هو الواضح الدور الوحيد اللي كان واضح ليه الأمانة هو لكن الأساس يعني محتاجين مصطفى محمد الهجومي أكتر لأن حتى دي يعني هو لازم يعمل التحول حتى أنه هو يبقى ليه دور أنه هو بيصحب سواء المدافع معاه أو بيقفل على الراجل اللي هو الديفندر بحيس يخلي عمر مرموش ومحمد صلاح يقدروا أن هم بيستغلوا السرعات ويتوغلوا بس هو كان بيعمل جزء ويأتي في الجزء التاني اللي هو مطلوب منه يعني بتحسه واقع وصلاً كمان جات له فرصة المفروض دي فرص مصطفى محمد في المباراة كان ممكن يخلصها بشكل سهل حطها بشكل وحش حتى ومعرفش برضو ليه مش قادرين نستغله في الكرات العرضية كان مميز جداً وهو في نادي الزمالك بتلعب له على طول كرسات بيطلع العبا بدناغه حالياً هو فاقد النقطة دي فأعتقد مصطفى محمد لازم يبقى دوره أفضل في الفترة اللي جاية ولو بالنسبة لنا لو كارلس كيروش زي ما محمد قال 4-3-3 دي دي مسيطرة عليه تماماً مش هيغيرها فوجهة نظري إن ممكن محمد شريف يبقى ليه دور أفضل كسترايكر مع صلاح ومرموش في حتة إيه إنه هو أنت عايز دايماً حتة المهاجم الوهمي دي تبقى موجودة محمد شريف يقدر يعملها محمد صلاح يقدر يعملها يقدروا يعملوا هم الاثنين السويتشات السريعة دي اللي يتربك ولما عمل كده وحط محمد صلاح هو مش هيحط محمد صلاح سترايكر هو هيلعب محمد شريف هو اللي سترايكر ولكن هيقدروا هم الاثنين أو معهم عمر مرموش التلاتة دول يقدروا بسرعاتهم يعملوا التحولات اللي هي فجأة تلاقي واحد هنا لكن محمد رجل صندوق بوكس أكتر يعني ده مهمته في حاجة ممكن نضفها الكلام محمد على فكرة محمد عبد المنعم أنه إزاي في السن الصغيرة دي وبيفكرنا حتى بداية أحمد فتحي مع المنتخب وفي سن صغير جدا ولعب برضو كان قدام كودفوار أنا مش هارك مالي حاجات كتيرة قوي غير أنه كورا جيال وبيلعب على واحد زي سبيستين هالر سبيستين هالر وواحد من أفضل المهاجمين في أوروبا حداف دوري الأبطال حداف دوري الأبطال حداف دوري الأبطال ممكن تبقى في الأربعة وستية لا لا حتى حتى هم المهاجمات لكن أنا أصد أقولك أنه مهاجم رائع جدا طبعا لكن أنه يلعب عليه بهذه السقة بالحقيقة فرق كتير أولا التمريرات بتاعته مدافع بيلعب هو صغير ومع الضغط ده مع منتخبات زي كودفوار صح فالنهاردة بنتكلم من خمسين باس تقريبا أو عامل سبعة واربعين باس صح استقباله للكرة لما تجيله ستة وثلاثين كرة يستقبل خمسة وثلاثين منها بشكل سليم فده رقم مميز جدا عنده عشر عنده ستاشر كرة اللي بنقول استخلاص الكرة أو البولون في الكرة منها يعني كور نوو بيستخلص بيعمل الكفر للكرة التانية بشكل مميز جدا عشر كرات هو قدر يستخلص للكرة التانية زي ما بنقول لا يعني أرقامه في المباراة يعني إذا كان محمد أنني دوره في وسط الملعب ودوره بالنسبة للمحلين واضح نأخذ من مانوف زاماتش لكن رقميا ممكن تلاقي أن محمد عبد المنعم هو مانوف زاماتش دي تاني مرة الأرقام تنصف محمد عبد المنعم في المباراة لأن تقريبا أعتقد مباراة السودان كان هو من أفضل لعيبة منتخب مصر فالولد ده مستقبل مهم جدا في المركز ده اللي هو مصر بقالها فترة كانت في ساعات بتعاني لو حجازي حصل له حاجة تحس المركز ده في مشكلة لو الوينش بعد كده حصل له حاجة تحس المركز في مشكلة لكن دلوقتي بتبني أن محمد عبد المنعم موجود فالنهار ده لأ الدنيا كويسة وكمان صغر سنه أعتقد وقابل لتطور بشكل كبير أهم الملاحظات الفنية الخاصة بأداء منتخبنا النهاردة خصوصا من الناحية الهجومية يا محمد رقم واحد إنه ما كانش بيحصل في الثلاث ماتشات اللي فاتوا اللي حضرتك بتتكلم عليه على نقطة مصطفى محمد عشان أقفل لعب فريق بحجم الكتفار أنا محتاج أقفل الخط الأول اللي بتعمل فيه البلدب أو بناء الهجم الخروج بالكرة دايما كان بيبقى عن طريق جام شيل سري العيب رقم 6 من بداية الشغل الفني عشان تقدر تعمل شغل هجومي إنك تبتري تضغط تعمل ميت بلوك أو تدافع من وسط ملعبك قدر الإمكان عشان ما تطلعش فرقة كوتفوار بالكرة مرتاحين من الخط الأول اللي قدروا يطلع بالكرة ده اللي فرق ده اللي فرق معنا طول المباراة وريحنا وخلع النقطة الثانية يا خضرتنا على إننا ناخد الساكن بول النهاردة كنا بناخد الراجل النهاردة لما كل العيب اللعب في البوزيشن بتاعه قدرت أن أنت تاخد الساكن بول لأنه بداية أنك بتاخد الساكن بول أنت بتقلل الضغط من عليه وتقدر تبني الهجم النقطة الثالثة المهمة جدا في الشغل الهجومي اللي حصل وخلى عندك فرص وبتروح على الجول السويتشايت اللي حصلت ما بين عمر مرموش عمر مرموش بلعب في الملعب في طريق 4-3-3 في بوزيشن الاسم هو بلعب نحية الشمال مهاجم بيجي من نحية الشمال هو مش جناح عشان كنائز كتير كب الطالب ليه مش رمضان صبحي ليه مش ترزجيل اللي بيبت دلوا المباراة لأنه هوا في الشكل اللي بلعب به كيروش هو ملعبش بجناح هو محتاج مهاجم بيجي من نحية الشمال مين اللي قدر يعملو ده عمر مرموش عمر مرموش Buchan بيجي دايما على النادي الأهلي. هدف الدوري. رجعته تاني البوزيشن اللي كان بلعب فيه فودي ديجلة. مقدرش انه يدي فيه. الرجل ما عندوش القناعة به في المكان دي. ورغم كده الرجل نهاردة لعبه في سنتر فرود. وقت قليل. وكان يقدر محمد من الكرة اللي اتصاب فيها. الكرة اللي اتصاب فيها كان يقدر نهاردة. لو فيه احنا تانية بس لو عدت. فمحمد قدر ان هو يعمل ده. النقطة اللي كان بيتكلم فيها ايمن بتاعت وجود محمد شريف. لو جينا نروح للمغرب. هقول لك ليه محمد شريف. مش مصطفى محمد. لانه المشكلة اللي عند كوتفور موجودة بالزبط عند المغرب. ايه هي? اللي موجودة في ظهر اشرف حكيمي. اشرف حكيمي مش في ظهره سبيس. اشرف حكيمي في ظهره شارع. شارع كبير جدا جدا. كل الفرق اللي بتشتغل على المغرب. بتشتغل في نفس الاسبيس. الجون اللي جابه ملاوي اللي جابه جبادينو مهانجو. الجون الأولاني اللي اللي جابه ملاوي. رغم انه متصويبة. ويتحمل جزء منها ياسين بونو. الى انه فين في الاسبيس اللي وراء اشرف حكيمي. اشرف لعيب كبير قوي. لعيب مميز. ومميز جدا في الكرات السابقة. وميز جدا على الصعيد الهجومي. لكن انا لما هشتغل هجوميا. وهشتغل على الترانزيشن. او هشتغل على الكاونتر اللي هحاول يعمله كيروش. هشتغل على المنطقة دي. فمهم جدا طالما عندي فريق. عنده سبيسيس كتير. وعنده سنتر باكس. بشكل كبير جدا جدا. بطاقة في الحركة. رومان سايس ونايف أجرد لاتنين السنتر باكات بتوع منتخب المغرب. فانت مطالب ان اللعيب اللي يشتغل على دول. يكون لعيب تحركاته اكثر مرونة واكثر حركية من مصطفى محمد. اللي هو مين? اللي هو محمد شريف. لان انا عندي اتنين قريدي بعمله ده. اللي هو عمر المرموش ومحمد صراح من الناحية التانية. في وجود لعيب بصير بشكل جيد زي عمر السولية. فانا محتاج اللعيب اللي عنده القدرة على التحركات دي اللي يقدر يعملها. هل كارلس كروش هيعمل كده? اشك. هو مؤمن تماما. وده لما عمل كده ولما عمل اللي كل الشعب المصري مش حضراتنا يعني مش حضراتكو بس كل الشعب المصري. قال له عامل لو سبحت. هلعب بتلاتة في نص الملعب والعب بمحمد والعب بمصطفى ولعب بتاعه. وعمل كده نجح على الآل حتى لو نقدر لكم نتغلبنا النهاردة. الشكل بتاعنا كويس. ولكن الشكل العام منتخب مصري. النهاردة كنا كويسين جدا. النهاردة قدمنا مباراة كبيرة على كل الأصعيدة. هددنا الجون. قفلنا الملعب بشكل كويس. فرقة زي كوتفورة كبتر عشي تتعمل عليها جيم دفاعي بالحجم ده. ده شغل تكتيكي كتير جدا. وجودة اللعيبة لما لعب كل واحد في البوزيشن بتاعه. انا حاب اقول بس لقطة مهمة جدا حصلت في المطش النهاردة. ان اللي كان نازل مكان حمدي. ما كانش زيزو. كان مهند. كان مهند. هو الراجل كان بيكلم المساعد بتاعه سوزا. كان بيكلم حد في الاربز. محل الأداء. كان بيكلمه في وبعد ما الراجل سخن. وكان زيزو بيسخن. كان يامل تدرتين. رح ما قاعد مهند. ومنازل زيزو. لا مهند. اللقطة اللي احنا شفناها يعني. كلعيب كرة يعني. أنا فاهم. يعني. نازل. فالفترة دي. سوزا كان بيكلمه. المساعد بتاعه كان بيكلمه. انا لست قاله حاجة بودنه. دي حاجة كويسة. لو يعني. حبارك ممكن تكون عشان ماتش جاي برضو. يعني كنا يعني. الناس كتير بتتكلم على فكرة. هل كيروش بيستمع مستمع جيد لجهاز المعاون. ومحل اللين الأداء اللي معاه. وفي محل الأداء اعتقد مشي. واللي موجود اللي احنا نعرفه موجود الوقت. هو محمود سليم. زملنا. فالمحمود سليم راجل متمرس. في الكرة العربية والأفريقية. ويشتغل في السعودية وفي النادي الأهلي. فالنهاردة أكيد محمد. يعني أكيد. مصر كلها عارفة محمد شريف بقى سترايكر صريح. خلاص. محمد شريف وينجر. مفيش. فكون ان هو لسه شايف. ان لا محمد شريف. ده راجل وينجر. فنعرف ان دي قناعة مدرب. هو مش عايزه في السترايكر. بس في المباريات. اللي زي مواطش المغرب فعلا. واعتقد مواطشات كتير. بتحتاج فيها لعيب زي محمد شريف. في المركز ده خصوصا. لما بتلعب بالطريقة اللي بتات 4-3-3. اللي انت عايز الراجل دايما. المهاجم. مش بس راجل بتاع صندوق. او مش بس انت تلعب له كرصات. لان انت نسبة الكرصات أصلا. انا بتكلم عن الرأس حربة. ولكنه احنا كنا بنتكلم على نقطة. اللعاب التالت فصوص. انا قصدي لا. احنا نتكلم. لان الحقيقة فوز رائع. طبعا. فوز غير مزاج الشعب المصري. انا عايزة اختلف مع نقطة. ان الراجل بيسمع للمدربين. اللي جاهز اللي معك. لا هو الراجل بيسمع لسوزة. المدرب المساعد اللي معها. وبيسمع لمحمود. طبعا محمود سليم. زملنا وواحد من المحللين. الأداء الشطيرين قوي. في الكرة المصرية. ما دون ذلك. هو بيسمع. بس بينفذ اللي في دماغه. قولا واحدا. هو بينفذ اللي في دماغه. وكان منها في بعض النصايح. لما تكلمنا مع الناس. هو بيسمع اللي في دماغه بس. لكن أحيانا تحت الضغوط. أحيانا تحت الضغوط. بيستمع. تحت ضغط المباراة. تحت ضغط الأداء. أو المردود الغير جيد في الثلاث مباراة الأولانيين. سمع. سمع ورجع. أحيانا. لو أخذ بطولة أفريقيا. لن 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 أخذ بطولة أفريقيا. إن الشغل التكتيكي. في المباراة النهاردة. إن إنني رايح نايم ناحية اليمين. يمين. يمين. إن مرموش يدفع. وإلى أحمد فتوح. طبعا. لأن هناك كرة. كان عايزينها ضرب الجزاء اللي هم خبطوا. كان مرموش اللي راجع معه. صحيح. هو اللي راجع معه. ودور اللي بيعمله عمر السلاي. رغم أنه لعيب مركز كماني. اللي عايز عمله الترانزيشون. بينزل تحت كمان معاهم. كان اللي بينزل هي في المجموعة. هو الراجل عامل مجموعة دي. فهي هيلة. هو مشكلته في الجزء الأمامي. ومشكلته في اللعبة اللي بتلعب غير مركزه. وفي نقطة مهمة جدا من حصرة النهاردة. عشان في ظل الفرحة وفرحتنا بالأداء. لازم نحطها أو لازم نقولها. لا أقول. أحمد سيد زيزو. النهاردة لعب للمرة التالت بحية الشمال. وهو لا يجيد. هو عمل تصويب واحد النهاردة. هو لا يجيد في المنطقة دي. لعبها مع الزمالك 3 أو 4 مرات. ما بيقدرش يعملها على سعيد الوينجليفت. النهاردة كمان بيلعب. لو أنا لعبته تحت لعب مركز 8. على غير عدلته. لأنه جربتها مع تريسي جي. لعب لعب مركز 8. في أول مباراة راح يتليمين. برضو ما قدرش يعمل حاجة. فهو نفس القصة ونفس المردود. اللي أنا بغده من زيزو. عشان الأداء إجمال. أن الراجل أجاد فيه بشكل كبير. إحنا مركزناش قوي على النقط دي. لكن أتمنى أن ما شوفش زيزو تاني. بيلعب ناحية الشمال. لأن هو ما بقدرش يعملها. وبعدين زيزو. يعملها أفضل. طبعا وعملها بشكل جيد. لحد ما نزل زيزو. وكماش بيها. زيزو عنده لقطة مهمة جدا. بقدر يعمل. يعني يعني. ما عايز يغير كل حاجة. يعني غير واحد يغير عليه كذا حاجة. يعني زيزو عنده لقطة بيعملها قوي. في حاجة اسمها فورورد رانز. أو اللعيب بلغة الكرة كده. اللي بيحط الكرة تحت رجله. ويقدر يقطع بها 15-20. محدش بيعملها في منتخب مصر. غير أحمد سيد زيزو. فأنا عندي لعيب زي ده. لما أستغله فين. أستغله على عدلته ناحية اليمين. إنه يقدر يشد لي الفرق الفوق. لما آخر ربع ساعة. نقل أحمد سيد زيزو ناحية تانية. لما عمل التغييرة بتاعت محمد شريف. ودى محمد شريف على اللفت. قدر أحمد سيد زيزو أن يعمل لك ده. بقى بينزل يعمل السبورت مع عمر كمان عبد الواحد. بقى قافل تماما على ناحية الشمال. بقى بقدر يسحب لك الفرقة. لأنه قادر يعمل فرورت رانز. قادر يحط الكرة تحت رجله. ويروح عشر أو خمستاشر بيت. ويرجع بعد كده يحط الباص. لأنه يشدك لقدام. الدنيا عند ترزيجيه فتحت. حتى ترزيجيه نفسه. لأنه سحب الفرقة ناحية تانية. يعني راح بكذا كورة. أقل واحد. وجلوا أكثر فرص. وكان يقدر يعني ترزيجيه دي. مفروض دي كورو. ولكن طبعاً نحن نلتمس لترزيجيه العزر الراجل. في قوة جميلة. حتى الآن وليس بيجز. نلسا بيجز. لأنه فعلاً الإصابة كان قوية جداً. وراجع على بطولة. يعني على طول بطولة. حتى في بريمير ليجو. مالحقش. يسخن قبل البطولة. وليب 15 ديئة. ليب 15 ديئة. ليب 15 ديئة. بنتكلم. بنتكلم عنده أربع فرص النهاردة. تقريباً أربع فرص معققة على المرمى. يعني قدام كو ديفور. فمكسب إنه على مواطش المغرب. يعني تأخذ ده. يدي له ثقة. مش عايزين نقولين. أقام الشيناوي إيه بردو النهاردة. لا الشيناوي النهاردة مميز جداً. هو تقريباً عمل تلات تصديات. عمل أربع تصديات النهاردة. عمل أربع تصديات النهاردة. عمل أربع تصديات النهاردة. بشكل كبير. وغير الأربع تصديات. في نقطة مهمة جداً. يعني رقمياً. هو أعمل أربع تصديات. وده شيء جيد جداً. إنه أولاً إحنا مرحش علينا غير أربع تصديات. ده شيء جيد. غير أربع كرات. إن الأربع كرات قدر يتعامل بشكل جيد. من الأربع تصديات دول. كان فيهم فرصتين. أنا ممكن أشيل عشر كرات أو عشر تصديات. لكن سهلين. فيه اتنين صعبين جداً النهاردة. منهم واحدة اللي حطاها إبراهيمة سنجاري. كرة الباكورد دي. صعبة جداً. هو لو مش فاتر عينيه. عشان يشيلها بإيده اللي فوق. ما كانش شلة. هو لو مش فاتر عينيه وشايف الكرة. ما يقدرش يشيلها. لأنها عاملة باند. واللعاب حطيتها. وهو ما ليوش رجله فيها. حتى لو كانت ضعيفة شوية. وكمان تمركزات الشناوي. تمركزات الشناوي بتحسسك. يعني في كثير من أحيان إن الكرة نفسها. هي سهلة. يعني هي ممكن تبقى صعبة على أي حارس. لكن شناوي لو بقى متمركز صح. تحس إن يا جماعة ده ما هو صد يعني. فيه ناس ممكن تقولك هو عمل إيه. لا. هو مش عمل إيه. لا ده هو واقف صح. فمتمركز صح. متوقع الكرة بشكل سليم. فعشان كده التصدي ممكن بالنسبة لك يظهر بالشكل ده. أبو جبل نهاردة فيه تصويبة لتصدي الأميز. إبريما سنجري. كانت شغطة قوية جدا. وكانت مهمة جدا بالنسبة له. طبعا تصدي ركلة الجزاء. يعني هو في أول ركلات الجزاء كنا الناس كانت حسن بعيد. لكن بعد ما صد الكرة اللي هي صداعة تاخد راح كمان على ركلتين. لكن كانوا صعبين. يعني حاجة برضو كويسة لأبو جبل. لأن أبو جبل تعرض. وتحسب الإنتقادات بالنسبة له كتير في الفترة اللي فاتت. وكان استبعد في الزمالك ورجع تاني. فإن هو بيلعب ماتش زي ده بالنسبة لمنتخب في ظلن الشناوي ووارد. إن هو ما يلعبش ماتش المغرب. لأن طبعا نتكلم شد. يعني شد في الخلفية بس المباراة من الأحد. أتأكد لحضراتكم دلوقتي أن أخبار أنهم بيعملوا أشعة سواء محمد الشناوي أو حمد فتح. بيعملوا أشعة يعني منذ قليل. هل خلصت ولا ما خلصتش أو بيعمل أو ما بيعملش. أنا بحاول يعني التواصل. الفكرة بس إن الماتش يوم الحد يعني. كان خميس جمعة سبت عشان شد. حتى لو شد خفيف هيبقى صعب. ولكن الجهاز تطمن. يعني يبقى يشاهد أن الجون التاني مش بعيد. لأنه مجابل طبعا حرس مميز. كمان لازم لو على الماتش كو دفور. أعتقد عمر كمال عبدالواحد من الناس اللي تستحق إن هي تحط عليها سبوت. لأنه برضو بيلعب في مركز تم توظيفه فيه. حتى لو توظف فيه مع المصري مع كابتن علي مير في بعض الفترات. ولكن هو مش مركزه. هو راجل في الأساس لعب وسط مهاجم. النهاردة بيلعب كمدافع أيمن بعد أكرم توفيق اللي عامل في المركز ده. أداء مبهر طبعا. فالنهاردة لأ تحركاته كويسة جدا. الريكوفر اللي بيعملوا في الملعب. وسوته عالي الحقيقة. لا مميز جدا يعني. ما تحسش إن هو المركز ده بالنسبة له فيه مشكلة. لا حتى الهم حاجة دايما حضارك باك يمين طبعا تاريخي بالنسبة لنا. فأكيد عارف إزاي يعني إيه واحد هو أساسا طبعه كله هجومي. لكن في التمركزات الدفاعية بتاعته كلها بيستخلص الكرة بشكل جيد. وبيتمركز صح حتى في الوقت. سواء من عمر أو من حتى أحمد أبو الفتوح. بس أبو الفتوح هنقول إن ده مركزه هو صغير في سن. لكن عنده حاجة كويسة إنه هو تطور. تطور في الجانب الدفاعي بشكل قوي. لكن قصدي سبوت اللي على العمر كمال عشان بس حتة إنه هو لسه جاي على مركز جديد ومحتوط. في ضغط نهاردة عندما تلعب قدام كو الدفوار. وما تغلطش غير يعني هو تقريبا ترقص مرة واحدة. يعني في ماتش مئة وعشرين دقيقة. وبعد كده يجي بعد كل المجود داي يحط البنالتي بتاعته بالشكل المميز ده. فأعتقد ده من المكاسب ودي حاجة بقى يعني زي ما بننتقد كيروش بعض الأمور. لا لازم نشكره على الحاجتين. نشكره على محمد عبد المنعم إنه هو كعين شفته ويداله الثقة. الناس كلها كانت بتقول إن أيمن أشرف. مثلا بأنه متمرس مع موسلاني. ولا أيمن أشرف ولا باكليفت ولا ستباك. فهو مختنع إن محمد عبد المنعم خلاص حط رجله في المكان ده. وهو يقدر يدوس فيه كمان حتة عمر كامال عبد الواحد إنه هو في البطولة العربية جهزوا للمركز ده. وإنه هو يعتمد عليه ويوصق فيه بالشكل ده. محمد صلاح وأرقامه حتى الآن مع منتخبنا الوطن. محمد عدده مشكلة كبيرة جدا في الوان في وان أو في الواحد على واحد. على فكرة أنا بشوف إنهم بيحطش نفسه في واحد على واحد. لما بيرح لها لما بيرح لها مش ماشي هو حالته مش جايباه خلال البطولة إنه يقدر يعدي واحد على واحد. النهاردة في ست محاولات عدا في واحدة بس. وده بالنسبة لمحمد صلاح ده شيء سالبي. الشيء إيجابي بقى في أرقام محمد صلاح إيه؟ إنه الشوط التاني كاملا وفي أول 35 ديئات تحديدا إنت كنت بتطلع في كل المرات بتعمل الترانزيشن عن طريق محمد صلاح. هو اللي كان بيعمل هولدينج هو اللي بياخده الكرة بيفضل واقف لحد ما زماله يطلعوه. وبالمناسبة حتى لما كان بيبقى عنده شانس إنه هو يحاول يحط الكرة ويعمل سبرينت ويحطه كرة تحت رجله ويروح ما كانش بيعمل كده. وده شغل تاكتك. أنا مستني اللعيبة تطلع فأنا بسحب الفرقة بتاعتي من ناحية اليمين والدور اللي كان بيعمله محمد صلاح النهاردة خفف علينا الضغط كتير. وإلا كنا نفقد في كل مرة لأنه مش مشى معاه في الوان في وان أو في الواحد على واحد فكان كل مرة هتطلع كل مرة هتترد علينا كنا نفضل طول الوقت مضغوطين وده اللي حصل في ماتش نيجيريا. عشان كده هو زاكي فهو بيعمل إيه؟ لأ نفسه مش مشى فهو اللي وده يقف ما بيروحش واحد على واحد. عشان كده أنا بقولك أنا شفته ما بيحطش نفسه في واحد. بيحاول على قد ما يقدر طبعا أنه هو ما يحطش نفسه واحد على واحد. محمد صلاح يا كابتن اسلام أنا ياسف أيمن في نقطة مهمة جدا عاملة للناس كلها أزمة. إيه هي؟ محمد صلاح مع ليفر بول بيشتغل بيشتغل طول الوقت إنه هو شوية بيشتغل بروفايدر. يعني هو بيمشي زميله وبيحرق زميله وشوية بيشتغل كونسيومر. في منتخب مصر يعني هو اللي بيسجل وفي أوقات هو اللي بيعمل الباس. هو اللي بيعمل الاساست أو البري اساست. مع منتخب مصر كل الفترات اللي فاتت محمد صلاح كان بيشتغل كونسيومر بس. يعني هو عايز يروح يسجل ما بينزلش تحت إنه هو يعمل صناعة. ده عمل ضغط عليه في الأوقات اللي الكرة مش مشة معاه. زميله مش قادرين يعملوله الباسز اللي توديه يجيب جون. بقى الأداء سائج. هو شكله وحش جدا والمنتخب شكله وحش جدا. إيه الدور اللي بيحاول يعمله محمد صلاح خلال. زي محرك قلت وده في شيء من الزكاء. طالما مش مشة معايا. وطالما الأمور مش مشة بقيت أحاول أنزل أحاول أعمل جزء من الدور اللي المفروض أعمله. إن أنا كمان بشتغل بروفايدر. إن أنا بشتغل إن أنا بمشي الفرقة وبحرك الفرقة. أحاول أعمل أساستات قدر الإمكان لبقية الفرقة. أحاول الفرقة تطلع علي. دي اللي عاملة أزمة ما بين اللي قادر صلاح يعمله وما بين الناس اللي منتظر منه. الناس مستنية نفس الأرقام اللي بتحصل مع ليفر بول. كل مطش يجيب جون. وده صعب جدا. اختلاف العناصر واختلاف الشكل. واختلاف الملعب. من هاردة كرة هو بيتكعمل في الملعب نفسه. ملعب ملعب جابهما ده ملعب سيء جدا جدا جدا. يمكن يعني في مبارات الجزائر وكوتفور كل الناس في الجزائر. طبعا هما كانوا سيئي جدا وكانوا يخسروا ستة وسبعة في المباراة دي. لكن الملعب نفسه صعب جدا بدليل إن الإلقسية واللجنة المنظمة هناك. قفلت الملعب تماما ودي آخر مباراة تتلعب عليه. وكل المباراة يعني تم نقل ثلاث مباراة كانوا مخططين. هما هيتلعبوا على ملعب جابهما. لأن الملعب سيء جدا على سعيد الأرضي. واضح في التصوير لما بيقرب من الملعب. واضح جدا الملعب على المساكلة. في حفر كتير الكرة ما بتمشيش الكرة ما بتمشيش. الكرة المشيت مع محمد صلاح فيها الفرصة بتاعة عمر السلية. وعمر السلية تماركا الصحة. تقريبا عمر السلية كان انفراد من هو برات 18. فلا محمد صلاح أنا شايف إن هو زكاء معين. هو بيحاول يمشي نفسه مع المنتخب بالشكل اللي هو يخليه هو بيخدم على زميله أكتر. لأن محمد صلاح الفترات فاتت برضو السنين اللي فاتت في بداياته مع المنتخب وتطوره. كان فيه محمد ابوتريكا كصنع ألعاب. كان هو اللي بيصنع لصلاح. بعد كده عبدالله السعيد لما كان في تفرطه في الفترة بتاعة محمد عبدالله السعيد. اللي كان مميز فيها كصنع ألعاب. كان هو اللي بيمد محمد صلاح بالأهداف في تصفيات كاس العالم أو حتى في كاس الأمم في 2017. فالدور ده حالياً في المنتخب مش موجود. فصلاح هو اللي بقى مطالب إن هو يعمله. فهو من الزكاء المباراة النهاردة. يعني آه هو زي ما محمد قال ما كانش بيعدي ما كانش بيروح كتير. ولكن كان ليه دور مميز جداً في الملعب. ومحمد صلاح مجرد بس ما يوقف في الملعب دي في حد ذاتها شغل كبير جداً. لأن الناس بتبني الخطط بتاعتها والطرق بتاعتها على إزاي نوقف الرجل ده. فلازم إحنا بقى كمان نبني خططنا على بعد ما هيوقفوا صلاح. إحنا هنعمل إيه؟ لأن لو وصلنا للمرحلة دي. بسبب بس حتة الناس عايزة توقف صلاح. إحنا ممكن نعيش يعني ونجيب أهداف زي ما إحنا عايزين. إن هو بيخلي الناس تبصوا لمحمد. لكن أنا روح أجيبهم مرموش أجيبهم. هذا اللي حصل النهاردة. أي مدرب في الملعب اللي مش بركز مع محمد صلاح. هو بيبقى بيقول كده الإعلام. ولكن في كل المتشاط اللي حتى بنشوفها. فيه اتنين مع محمد صلاح. فيه الباك الشمال. ولازم فيه إما بيغطي. إما الراجل المدفيلدر اللي هو دي أم ده بيغطي. لازم بقى فيه اتنين حوالين محمد صلاح. وساعات بيبقوا ثلاثة يعني حسب الموقف. فلو النهاردة فيه اتنين مع محمد صلاح. فده معناه إن السترايكر بتاعك والراجل الوينج للناحية التانية. دول هيبقوا فاضين بشكل كبير. لو كمان زي حتة عمر السلادي ضم عليهم. فأنت بقت عندك ثلاثة ممكن يبقوا ثلاثة على اتنين. فالنهاردة الحياة ممكن تبقى أفضل لو إزاي قدرنا نستغل الناس مركزة مع صلاح. هنعمل إيه بعد كده؟ أخيرا أرقام المنتخب المغربي. أرقام جيدة الحقيقة. طيب قبل بس ما أروح على أرقام المنتخب المغربي. أريد أن أقول لحضراتكم أن تقريبا الشناوي وحمدي فتح عمل أشعة. سأتأكد منه. سأقول لحضراتكم مرة تانية. حتى الآن من سبع إلى عشر أيام الشناوي وحمدي فتحي. الاتنين من سبع إلى عشر أيام. بناء على مصادر لنا خاصة من الكاميرون. من سبع إلى عشر أيام. محمد الشناوي وحمدي فتحي. وبالتالي خلاص صعب. لو مصر حتى في الفاينل هيبقى صعب. حتى لو قبل النهائي كمان. قبل النهائي ثلاثة. هيبقى فيهم حاولات. إنما الماتش الجاي خلاص مستحيل. إنما الماتش الجاي مستحيل خلاص. إنه من سبع إلى عشر أيام. طبعا كل ده حيتأكد بكرة. أنا بحاول دلوقتي وانا قاعد كده. إنه نعرف من مصادرنا الحقيقة في الكاميرون. إيه اللي بيحصل. علشان أبلغ حضراتكو دائما أول بأول بماذا يحدث في الكاميرون. أرقام المنتخب المغربي. الأرقام المنتخب المغربي هي أرقام جيدة. لو تقدر تكلمنا عن هذا. على الصعيد الهجومي. أرقام جيدة جدا على الصعيد الهجومي. على صعيد الأكس جي أو الفرص المتاحة لهم للتسجيل. بيروحوا كتير جدا. لكن عندهم رقمين سيئين جدا. الرقم الأولاني هو عدد الفرص المهضرة. الفرص المحققة المهضرة. رقم سيئ جدا. خاصة في مباراة ملوي ومباراة الجابول. هم بقى العكس على فكرة. هم حظهم بيبقى عالي علينا. فتلاقي كرة الحاجات المهضرة أو الفرص المهضرة دي. هتلاقي تتعامل معرض يعملها كده كرة الجون. هنا تلاقي دخل الجون. يعني. لا هم. طبعا. هم. وده حصل في ماتش 2017. بالعكس داعوا كتير في ماتش 2017. وفي الآخر الكهرابي جاب جون وقدرنا نحن نفوز بالمباراة وتأهلنا. منتخب المغرب. كل راجل ده هجمه واحدة 2017 ده أنا فقط. هم هي هي. كل راجل. كان كوبر. فمنتخب المغرب جايد جدا على صعيد صناعة الفرص. على صعيد الاستحواز. مميز جدا جدا. لكن ايه مشاكلهم بقى. خلينا نروح للمشاكل. ايه مشاكلهم. رقم واحد انه مبدئيا هم معاهم. واحد من افضل في وجهة نظري. واحد من افضل المدربين داخل القارة. في حيث خليه زيتش. ما انهم بيحبوهش هناك الصحفيين. لكن ماشي. هو عندهم موقف معاه. بسبب استبعاده السلاسي. نصير مزراوي. امين حارس. وحكيم زياش. الراجل استبعدهم. وحتى. وهو شاول حتى على التيشرت كده. وفي المؤتمر الصحفي. وقال لهم. اللي مش هيمتسل لتعليماتي. انا قائد المنتخب المغربي. واللي مش هيمتسل لتعليماتي. وبالمناسبة. المنتخب المغربي فيه انضباط كبير داخل المعسكر. كان لو الناس ترجع بالذكرة شوية. لمعسكر 2017 وخرجهم امام بينين. وبطولة 2017 وخرجهم. كان فيه مشاكل كتير داخل معسكر منتخب المغربي. ده اصبح عندهم الاتزام كبير. والراجل ده مميز جدا في المنطقة دي. علشان نجري شوية في قصة المنتخب المغربي. مشاكل المنتخب المغربي فيه نقطتين. النقطة الاولانية. انه الراجل بيجازف جدا هجوميا. اعتقد انه هيغير ده قدام المنتخب المصري. هو بيعتمد على لعيب واحد بس في وسط الملعب. سوفيان مرابط. بلعيب فيارنتينا. بيشتغل لوحده في وسط الملعب. وبيعتمد على سنائي هجومي. يوسف ايات نصيري. وايوب الكعبي. طبعا يوبي الكعبي معروف لجمهير الكورة المصرية. ومهاجم كويس جدا. وبيعتمد على السنائي ده تحديدا. ومعهم سوفيان بوفال. المشكلة تكمل فين. انه بيشتغل لعيب واحد بس في وسط الملعب. وعنده لعيب. اللي اشتغل به تصفيات كاس العالم كلها. اسمه سامي مي. اللعيب ده لعيب مميز جدا. لعيب قوي جدا جدا في وسط الملعب. الراجل اكيد. بنسبة تسعين في المي. هيستعين بيه في موارات مصر. عشان يقفل وسط الملعب. مع سوفيان مرابط. لانه عنده سبيس في الخط الخلفي. وراء تحديدا. اشرف حكيمي. بطء الخط الخلفي. كاملا. الاسبيس الموجودة. سواء نايف اجر. او رومان سايس. ادم مسينا. الباكليفت بتاعهم. بتاع واتفرد. عنده مشاكل كتير جدا. لانه بطيء. ولعيب طويل. 189. لعيب باكليفت يا كابتل. 189 سنتي. لا صعب تلاقي لعيب 189 سنتي باكليفت. فبطيء جدا. عشان كرا الرجل ما بيخلوش يطلع. بيسيب طول الوقت. اشرف حكيمي. لكن الملعب ما يلعامل كده. الملعب طول الوقت. لما تيجي تشوف الهيد ماب بتاعتهم. الملعب بتاع منتخب المغرب. ماي لناحية الشمال. فهو ولا منه بيلعب ثلاثة. وراء. فالثلاثة فاتحين فلات. ولا منه ان هو بيلعب اربعة. واشرف بيرجع. فاشرف ما بيرجعش. الحتة دي فاضية على دور. الملعب الاستلامة بين الخطين. خط الظهر وخط الوسط. فيه سبيس كبيرة فاضية. نقدر نشتغل فيها بشكل مميز جدا. هيبقى فيه دور كبير جدا جدا. على عمر مرموش. على احمد فتوح في الجبهة. اللي فيها اشرف حكيمي. لان انت مطالب بحكتين. مطالب انك تقفل على اشرف حكيمي بشكل جيد. جكر. حل مهم جدا في الناحية الجميع المنتخب المغربي. لكن ثغرة كبيرة جدا جدا للمنتخب المصري. المنتخب المصري لو قدر المنتخب المصري يستغلها. اشرف حكيمي لو نجمع منتخب المغرب. وافضل لاعب في المنتخب المغرب في البطولة حتى الآن. مع سوفيان بوفال. هو اكبر صغرة دفاعية للمنتخب المغربي. ونقدر نشتغل عليها بشكل جيد. وبالمناسبة اشرف حكيمي. حتى لو تنبي عليه ما بيعرفش يعملها. عنده تجارب كتير جدا. مع ريال مدريد لما كان موجود في ريال مدريد. عنده نفس المشكلة. لما راح مع كونتي في ثلاثة. اشرف مميز مع فريق بيلعب ثلاثة. فاشرف حكيمي مع اي فريق بيلعب أربعة. ومنتخب المغرب بيلعب أربعة وراء في الخط الخلفي. يبقى عنده مشاكل كتير جدا في الخط الخلفي. اتمنى ان كارلس كروش يركز الشغل كله. يبقى ناحية الشمال. مش ناحية اليمين بتاعتنا. لان ناحية اليمين طول الوقت يا قفلت حماد بدنية. قدم مسينة مش هيزيد. لعيب قوي جدا دفاعيا. لكنه بطيء. لكنه ما بيطلعش في الجزء الجمعي. مش هيبقى علينا دخط خالص. الا من يوسف آيات نصيرة او أيوب الكعب اللي هيميل منهم ناحية الشمال. او إلياس شيروس الفيان موفال اللي بيميله برضو ناحية الشمال. اعتقد ده شكل المنتخب المغربي اجمالا. عشان ما نستضرتش في تفاصيل اكتر يعني. فاحنا عندنا ادوات نقدر نشتغل بها على المنتخب المغربي. منتخب قوي جدا. وواجب علينا الحذر. ولازم نلعب بنفس الشكل اللي عبنا به قدام كوتفور. مع بعض التغييرات. ان الشغل يكون على اللي في ظهر أشرف حكيمي. انه يكون في المسافة البيانية. ما بين خط الوسط وخط الضهر. لازم اللعبة بتاعتنا تتحرك. عمر السولية لازم يتواجد دايما في المنطقة دي. ما بين الخطين. هو اللي يستلم. لان هو اللي هيقدر يحركنا. من الخطين هو اللي هيقدر يعمل التحولات الترانزيشن ده. عمر مربوش عليه دور كبير جدا في الناحية دي. اتمنى. اتمنى. انه كارلس كيروش. يعيد تاني ترتيب أوراقه في خط الهجوم. يعيد ترتيب أوراق السنتر فيرويد. المباراة زي منتخب المغرب. تحركات تقيلة جدا. من الكل. حتى نجمهم رومان سايس. عنده مشاكل في الترنت. عنده مشاكل في الفلكسابيليتي. مهم جدا. انه محمد شريف يكون موجود. ان حتى ما بدأش المباراة. واشتغلت بشكل تكتيكي زي مباراة كوتفور. واعتمدت على الدور اللي بعمله مصطفى حمد. على الخط الأولاني. عشان اقطع البلدب. فيبقى محمد شريف موجود. وقت أطول شوية. من اللي بيتواجد فيه. ورقة مهمة جدا محمد شريف. تمام. ايمن أخيرا. عايزك تقول لي برضو أهم نقاط. مش الضعف بقى. انه انا اتكلمنا على نقاط الضعف. في أشرف حكيم. لكن انا بشوف. وجهة نظر هنا. انه واحدة من أهم نقاط الضعف. ياسيم بون. هو يمكن تمركزه طبعا. هو حرس ممايز جدا. كل حاجة. تتكلم على البطولة. على اللي نحن شوفناه في الأربع خمس ماتشات. أو الثلاث ماتشات اللي تلعبه. يعني هو وارد يكون. يعني ممكن تركيزه ببعض اللعطات كده. اه يعني. شايف نفسه أعلى من الدورة. عشان كده تجوم بتاع ملاوي. يعني جمه. لا مش جمه ملاوي بس. حتى ماتش الجمهور. انا بتفرج على المغرب. على ثلاث مباريات دول. تعديدا. بتفرج عليهم. ياسيم تحس ان هو واقف. يعني حاسس ان هو. يعني يلا جماعة يزين نخلص. خشت على بعد. من قصدي. من قصدي. هي دي اللي خلت مسلا جون ملاوي يظهر بالشكل الجميل ده. نعم. احنا تقريبا في البطولة. لسا النهاردة. نتكلم عمر مرموش. لما شاط الكرة اللي خبط في العرض. قالنا الحمد لله عندنا حد بيشوت المبارا. احنا ما بنعملش الموضوع ده. ما عرفش ليه. رغم ان عمر السلية. مفروض بيجيد حاجة زي كده. مرموش بيجيد حاجة زي كده. صلاح بيجيد حاجة زي كده. زيزو لما بينزل. فحنا مفروض. يبقى عندنا. وحدات خاصة ان احنا ازاي. على طول بنشوت مبارا الثمانتاشر. يبقى المحاولات بتاعتنا في المنطقة دي. عالية عشان خاطر نستغل. ان الرجل بيتقدم كتير. والنهاردة عنده ثقة بنفسه عالية جدا. فانت النهاردة تقدر يعني بكورتين ثلاثة تخليه. انت قدرت تتصوب النهاردة يا ايمن. قدرت تتصوب لانك وصلت للملاطق اللي تقدر تتصوب فيه. انت بكتش توصل اصل الملاطق دي. مستحوذين او معنا بكورة مع منتخبات. حد بيشوت مع ان المنتخبات حد فتح نفسه. مفروض بيشوت. يعني برضو استاتيك يعني. لازم حتة. زي ما نتكلم. هي الحتة دي لازم تتطور عندنا بشكل افضل. ولازم ان احنا النهاردة هم. هنكسب ولا مش نكسب. نقدر نكسب. نقدر نكسب. لكن احنا نقدر نكسب. لان برضو. يعني المنتخب مغني زي ما هو قوي جدا. هجوميا. لا دفاعيا في البطول. نهاردة في الجابون. بيخش في جونين. في ماتش زي ملاوي بيخش في جون. فنهاردة لا منتخب. لو ضغط عليه بطريقة الماء. أو لعبت عليه بشكل. واحنا منتخب نقاس في. يعني منتخب مصر. ساعات الناس يتعلم مع منتخب مصر. نحن لازم نروح لدافع. أو نحن أعلم الناس. يعني دي بقت عندنا كتير. نحن لعب كودفور. نحن لعب نيجيريا. طب ما نيجيريا مش. مش المرعبة بتاعت زمان. حتى هم مرعبين زمان. احنا كنا زمان أسماء برضو. في المنتخب. فلا احنا لازم ننصق في نفسنا. اللي هو بشكل أكبر من كده. ان احنا لا احتراحين. احنا كمان منتخب كبير. ومتخب مصنف. ومنتخب عنده العين عندها صلاح. هنكسب إن شاء الله. هنكسب إن شاء الله. هنكسب إن شاء الله. يا رب نكسب إن شاء الله. وتكون. يعني بداية جيدة لدور قبل نهائي. هنلعب الكاميرو. الكاميرو برضو. لو ربنا كرمنا يعني في مبارات المغرب. ونحن نحية التانية كاميرو هتلاعب أعتقد جامبيا. جامبيا. فعني فريق كويس جدا وكل حاجة. ولكن كل حاجة يعني. 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 يعني العقاب الكاميرو. هتكمل. كاميرو الجامبيا والسنغال. هيلعب مالي. لا غالي. لأسف غالي يا مش مالي. ديانج حط بيلن جميل جدا. وروح. وقال الحمد لله دفعنا واحد. الكرسي الأول عطيارة. هذا أول ماتش العاوي يعني. ثلاث ماتشات كان احتياطي. ونزل. نشر دقيقة. نشر دقيقة. فالحمد لله أنه هيرجع سليم. ماشي يعني قدامنا عشرة أيام. لأي فوس الملعب. عندنا واحد فوس الملعب يلعب على الأقل. لأن علي كمان. الأقرب يعني. لما تقول بوركينا وتونس. الأقرب أن تونس هي اللي توصل. لكن في كرة القدم الأفريقية. ما تعرفش إيه اللي حيحصل. شرفتونا ونورتونا. وأنا بشكركم جدا وسعيد جدا بوجودكم معنا. أشكرك أيمن. أشكرك محمد على وجودكم معنا النهار. شكرا كابتن. شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهاردة كنا مبسوطين وفرحانين وسعداء جدا. إن شاء الله إن شاء الله. أطلع مع حضراتكم يوم الحد. وإحنا بنفس الفرحة وبنفس الفخر وبنفس الأداء الرائع. الحقيقة مش مهم نكسب ولا نخص. طبعا لو كسبنا هنبقى سعداء أكتر. لكن لو بنفس الأداء وبنفس الشكل ده. كلنا هنبقى مبسوطين وسعداء وفخورين بمنتخبنا الوطني. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم من يوم الحد القادم. وحلقة جديدة من البيت الكبير. ترجمة نانسي قنقر